اشتركوا في القناة عدد من البطولات المهمة سواء في كرة القدم او في اليد او في السلة وايضا كمان في البطولات الخاصة بالسيدات الى جانب تكريم ذوي الهمم يرفض سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي حضور احتفالية النادي الاهلي والتكريم رغم كل المحاولات اللي اجريت مع سيد عبدالحفيز خلال الايام الماضية لتواجده النهاردة داخل الاحتفالية مش بس سيد عبدالحفيز مدير الكرة السابق في النادي الاهلي واللي رحل بشكل مفاجئ عن منصبه ورحل وهو ليه دور كبير جدا جدا في تتويج النادي الاهلي بالبطولات العديدة النهاردة الرمز والنجم الكبير والكابتن حسن حمدي يغيب ايضا عن احتفالية النادي الاهلي في اطار اعتراضه وتحفظه الشديد على التعاقد مع امام عشور لاعب النادي الاهلي ونجم منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق زي ما قلتلك هنا قبل كده ان كابتن حسن حمدي تحفظه على التعاقد مع امام عشور بعد طبعا الاغنية الشهيرة او الهتاف الشهير اللي شارك فيه امام عشور في سب رموز النادي الاهلي وسب جماهير النادي الاهلي وسب النادي الاهلي ثم تعاقد وفوجئ البعض بتعاقد النادي الاهلي مع امام عشور من الوقت ده ومن اللحظة دي اصبح فيه ابتعاد او فراق بين حسن حمدي اللي اعطى النادي الاهلي الكثير والكثير ولو انا دايما بقولها سواء برا الهواء او جوه الهواء ان حسن حمدي هو افضل رئيس في تاريخ النادي الاهلي وان حسن حمدي هو صانع النقلة الكبيرة للنادي الاهلي في العصر الحديث وان لو لوجود حسن حمدي نائبا للرئيس مع صالح سليم ثم بعد كده رئيسا للنادي الاهلي لأكتر من 12 سنة ما كانش النادي الاهلي خد كل البطولات واحتكر كل البطولات على المستوى المحلي والمستوى الافريقي خلال السنوات الماضية زي ما قلت لك حسن حمدي النهاردة بيجيب عن الاحتفالية تواجد النهاردة الكابتن حسن مصطفى ودايما خلينا يتكلمك بمنتهى الوضوح والصراحة زي ما انتوا متعودين مننا في البريمو ان دايما بيتواجد السولاسي الكابتن محمود الخطيم وبجواره الكابتن حسن مصطفى واحد من رموز طبعا مش من رموز يمكن هو الرمز الاكبر في كرة اليد ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والى جانب المسلس بيكتمل بوجود النجم والرمز الكابتن حسن حمدي لكن النهاردة الضلع الثالث في المسلس ما كانش موجود التلاتة اصدقاء جدا من سنين طويلة وبالتالي بيتواجدوا في معظم المحافل الخاصة بالنادي الاهلي والمحافل الدولية ايضا وايضا في جلساتهم الخاصة وفي احتفاليات كتيرة لكن انا كنت قلت له خبر من زمان ان حسن حمدي متحفز الى جانب بعض المسؤولين داخل النادي الاهلي على التعاقد مع امام عشور النهاردة حسن حمدي بيغيب عن الاحتفالية بسبب تحفزه واعتراضه على التعاقد مع امام عشور كلام كتير وكواليس كتير في احتفالية النادي الاهلي وفرض الاستقرار داخل نادي الزمالك بعد طبعا تعيين اللجنة المؤقتة برئاسة اللوى حسن موسى ومشاكل وازمات بدأت تظهر وخلي بالك هيكون فيه مشاكل وازمات هتظهر خلال الفترة المقبلة داخل نادي الزمالك خلينا نشوف عندنا ايه ونرجع نكمل معه موسيقى موسيقى قبل التقديم المجلس ادارة نادي الزمالك السابق للاستقالة كان فيه الاسبوع اللي فات حلقة هنا في البريمو مع الكابتر رضا عبدالعال وكان الكابتر رضا عبدالعال قال كلام مهم جدا جدا فيما يخص طبعا اثبت نادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك وزي ما انتم متعودين وزي ما بنقول لكم دايما ان احنا ايما كان المشاكل في اي نادي احنا بنتكلم فيها وبنظهرها وبيكون فيه هنا حالة الجدل اللي انتم متعودين عليها دايما في البريمو وبوضوح وبصراحة وبشفافية زي ما انتم متعودين خلال الاربع سنين اللي فاتوا فرضا عبدالعال قال كلام مهم جدا خلينا نشوف اه الايه ونرجع نكمل المقضاء شكبالة كان بتخص من الفلوس دي كان بتروح فين مش مفروض ان هي بتروح على الاتحاد او على الفيفا عشان ان هم جدولوا الموضوع دوت ومشوها جدولة طب الفلوس دي ما تدفعتش ليه وفين الفلوس دي دي رقم واحد رقم اتنين انت عليك فلوس للاتحاد الدولي سبقا بقى اللعبة اللي هي كان بتأيت في افريقيا او كرة اليد او السل او الكلام ده عليك مديونية جمدة جدا بالدولار فلوس معدية تعرفوا ما ده ده او لا متعرفش اه طبا واخد بالك طب المجلس ده تمثيل ما بتسددش ليه اشمع انها ما بتسمعش الكلام ده في النادي ده انا اليهارده منتخب من الجامعية العومية اللي يمشيني الجامعية العومية مجلس الادارة في البعض بيقولك ده البعض داخل مجلس ده مع كل الاحترام بس في نفس الوقت انما الجلسات اللي بتمعقد في البيوت دي طبعا غريبة جدا بصراحة عشان ما حدش قادر علي عشان نجيب من الاخر واقولك اللي ايه بس لا لا انا مش قادر علي اقولك بس عشان من المجموعة اللي هم الاعضاء واخد بال حضرتك لان بالامانة يعني بالامانة شكلون بقى واحدش المشاكل المالية دي مين اللي يتحملها حتى اللي بقى عدو مجلس ادارة يطلع يحل مش مفروض هو مش موجود لازم حد يطلع يقول احنا هنعمل واحد بص اقولك على حاجة انا بتمنى ان زيزو ما يتبعش الفترة دي لان الفلوس بتاعته هتتبخر زي ما اتبخرت فلوس مصطفى محمد زي ما اتبخرت فلوس امام عشور زي ما اتبخرت حد يعرف الفلوس دي راحت فين ما قلتش لين او ما طالبتش ليه باستقالة مجلس قدارة الاهلي وقت اما الاهلي كفقد بطلتين دوري وبطلت افريقيا وبطلت افريقيا ليه لان دا مؤسسة مش واحد اللي بيدير يعني انت دلوقتي مثلا السنادي انا ما طالبتش ليه لان هم عارفين شغلهم كويس جيت السنادي اتحد الكرة قالك ان النادي الاهلي علي فلوس لا الاتحاد الافريقي قالك عليه فلوس الاتحاد الدولي قالك عليه فلوس لعيبة عليها فلوس وبقالها فترة ما قبضتش مؤزفين ما قبضوش القيد عندك هيتقفل عشان ما تدفعش مشكلة شيكابالة ومشكلة تشمبونج ومشكلة كل المشاكل دي انت حسده مشكلة في النادي الاهلي عشان نمسك فيها ونقول مجلس اللي زر اه يعني ايه يعني ايه قصر بطلتين الموسم اللي جاي كارسي كارسي اه قل لي كارسي طيب ما انا بقولك اه هو هيواجه شبح الهبود يعني موكارسي يعني ايه يعني ربنا يسطر لا موكارسي دي يعني هو زبانك بينافس على ابطلات فبقال كان كان يعني زبانك مش هينفس على ابطلات مش انت هتماشي زيزو تعالى قابلني لو عديت نص الملعب كان كلام مهم قاله رضا عبدالعال في الاسبوع الفاتوة هيكون استكمالا هيكون معنا في الجزء التاني طبعا الكابتن الكبير الكابتن رضا عبدالعالي والكابتن الكبير الكابتن محمود اه 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 بحصوله على اه تلاتاشر بطولة تلاتاشر بطولة ما بين اه كرة اليد كرة السلة سيدات الطيرة او سيدات السلة انا اسف اه ما بين بطولة كاس مصر وما بين بطولة الدوري اه النهاردة او السنة دي هو موسم فعلا استثنائي اه لمجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب موسم اه استثنائي برئاسة لكل الفرق كل الالعاب عوض فيه مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب اه يعني اه ابتعاد النادي الاهلي عن البطولات خلال اه السنوات او خلال السنتين اللي فاتوا فالنهاردة تعمل احتفالية مهمة جدا جدا غاب عنها اتنين من اهم العناصر اللي موجودة اه في النادي الاهلي وشاء من شاء وابا من ابا حسن حمدي هو رمز النادي الاهلي وهو رمز الادارة في النادي الاهلي اه ده علشان الناس وده برضو علشان الناس ما تروحش تاخد كلامي ان انت بتكلم اصل انت بترميك كلام على محمول خطيب لا محمول خطيب رمز واسطورة ومش محتاج ان احنا اه نتكلم عليه لكن حسن حمدي هو صاحب النقلة غير الطبيعية في الادارة بالنسبة للنادي الاهلي وزي ما قلت لك اللي عارف تاريخ النادي الاهلي اه في الفترات اللي فاتت تطلع بقى تقول لي اصلي كان بيعمل ايه ما بيعملش ايه لكن وصل النادي الاهلي لعدد من البطولات زاد فيها النادي الاهلي من ساعة ما تولى حسن حمدي المسؤولية الى ان راحل عن قيادة النادي عدد كبير جدا جدا من البطولات لا حصر لها وتحديدا في كرة القدم ادى وتسبب دوت الى يعني بشكل او باخر من نجدعو بالتفاصيل ان النادي الاهلي اتنقل لقيمة تسوقية اكبر بدأت من عند حسن حمدي اللي غاب النهاردة عن اهم احتفالية في عصر المجلس الحالي برئاسة محمول الخطيب ايضا زي ما قلتلك ان سيد عبدالحفيز وهو ده الخبر برضو الاهم بالنسبة لي ان سيد عبدالحفيز دوره في اذا كان الاهلي مثلا حصل على في كرة القدم حصل على عدد من البطولات سواء الدوري الكاس السوبر بطولة افريقيا خمسين في المية من حصول النادي الاهلي على البطولات دي ينسب الفضل فيها لسيد عبدالحفيز مدير الكرة اللي راحل عن النادي الاهلي واللي لم يتواجد النهاردة في الاحتفالية الخاصة بالتتويج او بالموسم الاستثنائي انتهى الموسم الاستثنائي بالنسبة للنادي الاهلي برحيل واحد من اهم النجوم واحد من المساهمين بقوة في حصول النادي الاهلي على بطولات كبيرة جدا في كرة القدم وهو سيد عبدالحفيز سيد عبدالحفيز عايز اقولك ان في اسماء كتيرة جدا جدا مش عايز اقول اسماء بالضبط يعني علشان ما نحركش حد اتصلوا بيه وطلبوا ان هو يكون متواجد في الاحتفالية لكن لم يحضر النجم سيد عبدالحفيز احتفالية النادي الاهلي وده يوريلك كمان كيفية التعامل مع السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت ده النادي الاهلي عيكرم سيد عبدالحفيز ده مش عارف سيد عبدالحفيز معموله فقرة خاصة لا ده معموله جيزة خاصة فده يوريلك في الاخر رغم كل ما تردد على السوشيال ميديا لم يحضر سيد عبدالحفيز مدير الكرة السابق الذي رحل بشكل مفاجئ عن النادي الاهلي وله معاني كتير جدا بيوصلها ورسائل رغم صمت سيد عبدالحفيز وعدم إدلاق بقية تصريحات منذ رحيله عن النادي الاهلي وخلي بقى أكثر عبدالحفيز مش هيتكلم يعني مش هيتكلم عن أسباب مش هيتكلم عن تفاصيل احتراما لتاريخه داخل النادي الاهلي واحتراما للنادي الاهلي اللي اتربى داخله وبالتالي رغم صمت سيد عبدالحفيز بعد رحيله عن النادي الاهلي النهاردة بيوصل الرسالة في غاية الأهمية بعدم حضوره الاحتفالية الاحتفالية كانت مهمة جدا برضو ده الأخبار دي أو الكواليس اللي احنا متعودين ان احنا نقولها لكم لان احنا بنتعامل مع أي حدث بشكل صحفي في المقام الأول وبالتالي بنجري وراء الأخبار اللي بتهم القطاع الأكبر اللي بيفهم في الكرة المصرية وفي الشارع الرياضي لكن ده ما يخلناش طبعا ننسى ان النادي الاهلي قدم موسم السسنائي ان النادي الاهلي قدر يعالج الأخطاء اللي وقع فيها مجلس الإدارة خلال الموسمين اللي فاتوا قدر يرجع مرة تانية بطولات عديدة للفريق أو للفرق الرياضية كانت غائبة عنه لسنوات ترجمة نانسي قنقر يمكن برضو من المحضروش الاحتفالية النهاردة هو أيمن أشرف بس أيمن أشرف طبعا عشان ارتباطه بالتواجد مع فريقه طبعا الجديد في معسكر في اسكندرية وبالتالي ما حضرش أيمن أشرف الاحتفالية الخاصة بالنادي الاهلي خلاص النادي الاهلي كمان اتفق بشكل وده كان كنا قلناه لكو هنا من خلال طبعا زميني محمد فاروق اتفق مع كولر المدير الفني للنادي الاهلي على الاستمرار لغاية موسم عشرين ستة وعشرين بعد ما تم تلبيت معظم طلباته وإلى الآن يتبقى طبعا رغبة كولر في الحصول على أو في التعاقد مع مهاجم أجنبي في تحفظ من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على التعاقد مع سوزة في الوقت اللي كولر بيصر على ضمه طبعا فيه بالنسبة للنادي الاهلي النادي الاهلي محدد مبلغ مالي أو سقف في التعاقد مع المهاجم الأجنبي قد يكون سوزة شوية المبلغ مبلغ فيه من جانب من جانب اللاعب أو من جانب إدارة ناديه لكن ده بيخلي النادي النادي الاهلي متحفظ إلى حد ما لكن ممكن فيه لسه محاولات لإقناع الإدارة كولر عايز مهاجم أجنبي بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية ده فتح كلام كمان على دور لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والتعاقد مع عدد لاعبين في الفترة اللي فاتت لم يستفد منها النادي الاهلي ست لاعبين لم يستفد منهم النادي الاهلي ما بين القندوسي اللي عنده مشكلة مع النادي الاهلي بسبب إصراره على الحصول على مستحقاته المالية إلى جانب شادي حسين إلى جانب برونو سافيو ميكسوني كريستو ست لاعبين لم يستفد النادي الاهلي بشكل كبير فده بيفتح كلام عن دور لجنة التخطيط في النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة خلينا أخذ واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن خالد جدالله كابتن خالد برحب بيك برحب بيك يا سلام وتحياتي لك أولا النهاردة النادي الاهلي بيحتفل بموسم استثنائي بالنسبة له بحصول معظم الفرق على بطولات وصلت إلى 13 بطولة طبعا طبعا إنجاز كبير وسنة أنا بعتبرها سنة يعني حيلة فرع النادي الاهلي على مستوى كل الألعاب يدر أنهم يحصدوا تقريبا 95% من البطولات اللي اشتركوا فيها وده نجاح كبير جدا لمنظومة النشاط الرياضي في النادي الاهلي وفريق كورة طبعا ورئيس النادي كانت محمود الخطيج ومجلس الإجارة نجاح كبير جدا من خلال هذا الموسم الاستثنائي اللي قدر النادي الاهلي على فرقة الكورة أنه يتسب خمس بطولات كل البطولات اللي اشترك فيها فده إنجاز كبير جدا ونتمنى مواصلة هذه الإنجازات بإذن الله كابتن خالد يعني في ضوء الاحتفالية وحصول خلينا في كرة القدم حصول النادي الاهلي على عدد كبير من البطولات سواء المحلية أو بطولة إفريقيا هل النادي الاهلي محتاج لمهاجم أجنبي ومهاجم مميز زي سوزة ولا ممكن يتم التعاقد مع مهاجم آخر ولا أنت شايف حريطك أن النادي الاهلي مش محتاج أساسا مهاجم أجنبي لا هو من فترة من فترة نسكت الناس كلها يعني تتكلم النادي الاهلي محتاج مهاجم في مركز رأس الحربة بمواصفات مختلفة عن اللي موجود تعرف إسلام دايما أنت دايما لما تيجي تتعاقد مع أي لاعب في أي مركز لازم بتجيبه نمر واحد تكون المواصفات والمميزات بتاعته غير اللي موجودة عندي فأنا من وجه نظري أن النادي الاهلي محتاج مع رأس حربة يقدر بمواصفات مختلفة زي ما بقولك أنه هو يكون من ناحية الجثمانية يكون قوي يكون سريع يكون بيتحرك جوه خطة منتشرة بشكل كويس يكون بيعرف يجيب جوان يكون بيعرف يتحرك يفتح مساحات العيبة خط النص المواجمين اللي بيجوا من تحت القدام فدي مواصفات هي دي المواصفات اللي نجي الاهلي محتاج هل هنقدر نلاقي هذه المواصفات طبعا برضو في نقطة مهمة جدا يا اسلام عملية ان انت البحث عن سواء العيبة او مدربين على مستوى عالي دلوقتي دي عملية مش سهلة عملية صعبة جدا ان انت تلاقي نمرة واحد اللعيب المميز من وجهة نظرك اللي انت شايفه هيكون اضافة للفرقة وفي نفس الوقت تكون المطالب المادية بتاعته متناول النادي فدي عملية تبقى صعبة انا اتمنى النادي الاهلي يوفق في استقدام احد المهاجمين يكون على مستوى عالي عشان يدي اضافة لخص رجوم النادي الاهلي بالذات لو النادي الاهلي طموحه زايد شوية في الحصول على مركز متقدم في كاف العالم الاندي او المنافسة على الحصول على هذه البطولة لان هو ده الهدف من وجهة نظري برضو الهدف النادي الاهلي بياخد دوري بياخد افريقيا الهدف اللي يطلعك شوية خمس ست ثلالم لفوق هو طبعا اشتراكك في كاف العالم الاندي فنتمنى بإذن الله ان النادي الاهلي يوفق في استجلاب راس حربة على مستوى عالي في دلسل طيب خلينا اقول له حردك ان فيه تخوف من البعض داخل النادي الاهلي فيه التعاقد مع لاعب اجنابي مميز بسبب عدم الاستفادة من اكتر من خمس لاعبين حوالي ست لاعبين تم تعاقد معاهم خلال الموسم او الفترة الماضية وبموافقة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ولم يتم نهائيا بالمعنى الواضح والصريح الاستفادة منهم خلال الفترة الماضية سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي او حتى مستوى او خوض الاهلي في كاس العلم للامدية الست لعبين دول من ضمنهم طبعا برونو سابيو مكسوني وولتر بواليا كريستو القندوسي نفسه اللي عامل مشكلة عشان مستحقاته او تاخر مستحقاته المالية ففيه تخوف كابتن خالد لا اتفضل لا اتفضل لا هو مش تخوف هو برضو حتة النمزة تجيب لعيب كون انه هو استحال الناد الاهلي حينقل لعيب وحش او لعيب امكانياته لا تناسب امكانيات فرقة الاهلي ولكن اللي بيحصل لعيبا اللي مابت وفقش بيبقى فيه اسباب مش فنية بيبقى عدم التأقلم نفسيا عدم التأقلم على ال 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 اللي بيحصل ما بين اللعيبة جوه الملعب في ست لاعبين يا كابتن خالد ها في ست لاعبين لا انا افهم افهم من ده انه ممكن لاعب ممكن اتنين لكن ست لاعبين ما يتمش الاستفادة منهم انا مش عايز اتطرق للعدد ومين نجح ومين فشل لان زي ما بقولك النجاح والفشل لأي العيب انت بتجيبه مش على في النادي الاهلي بس في اي فرقة على مستوى العالم تمام تجيب العيب كويس جدا ومو يوفقش الكيميا بتاعته مش ماشي مع المدرب مع الفرقة مع اللعيبة اللي بتلعب جنبه بيبقى فيه ظروف هال نفسيا هو مستريح هال عارف يتأقلم في العيشة اللي هو عايشها داخل النادي وفي مصر مثلا بتبقى فيه حاجات كتيرة جدا الطموح والدوافع اللي عند اللعيب هل هو جاي عايز يزبط نفسه بعد ما جيه ولا عايز ان هو خلاص بمجرد ان هو جيه وعمل عقده وحياخد فلوس بيبتدي الدوافع عنده بتقل فدي كل الكلام ده فيه عوامل بتتوقف على اللعب نفسه انما عملية الاختيار اه الاختيار بيبقى مظبوط من في البدايات البعد كده لما اللعيب بييجي بيبقى اللعيب هو اللي مسؤول عند إثبات نفسه إثبات ذاته وإثبات نفسه قدام المدرب وإن هو يخلي المدرب يقتنع بيه عشان يشارفه تعرف فيه لعيبة بتيجيت بمجرد ما عمل يتعاد وخذ في مؤدم وبتعبت يعني زي ما بنقول بلغة القرى بتبلط شوية بتهدى شوية فبرضو يعني حتة الاختيار انا اكيد اكيد جات الخطيب واللجنة لا بينقوا احسن ناس من وجهة نظرهم ولكن اللي لا يوفق ده مش معنى ان هو لعيب وحش لا معناه ان العوامل اللي انا كلمتك فيها اللي هي من ناحية التكيف والتأقلم عن فرقة وبتتوقف على مدى إصرار وإرادة اللعب ان هو يزبت نفسه كابتن خالد هل فجئت برحيل سيد عبدالحفيز اه طبعا اه فكانت مفاجأة بالنسبة لي كانت مفاجأة ليه كانت مفاجأة لا لان سيد يعني عامل مجموط كويس جدا شارك السن اللي فاتت في الانجازات والبطولات اللي حصلت ولكن برضو انا مش عايز اعقب على الموضوع ده لان احنا يعني كرموز النادي دايما وراء قرارات مجلس ادارة وراء قرارات رئيس النادي ولكن بالنسبة لان سيد ده من من ولادي يعني يعني انا مرنتك منتخب مصر الولمبي مع محمد فاروق يعني سيد مخلص جدا في عمله مدقن جدا في عمله وتعب وخدم النادي بأقصى وشارك في العديد من البطولات والانجازات وده النهاردة كان بالخطيب شفنا في الحفلة انه هو شكره ويكلم عليه ويسوها دي من من عادة النادي الاهلي وانت عارف دايما النادي الاهلي ناس بتسلم ناس يعني مفيش حد حيفضل مدى الحياة في مكانه لازم بيحصل فيه تغييره بيحصل فيه الحاجة كويسة انه برضو كان بخطيب عايز يعمل كوادر جديدة للنادي كمستعدل للنادي فجاب خليط ديبو فكل ده فكرة هو البعض يعني في موضوع الكوادر الجديدة قال ان هو كابتن خليط بيبو رجل نجم كبير ورجل محترم جدا واسمه كبير جدا وكان متواجد فيه اقطاع الناشئين لكن قال اذا كان فيما يخص كلمة الكوادر الجديدة ان الكابتن خليط بيبو اساسا اكبر من الكابتن سيد عبدالحفيز ولا هي مش متوقفة على السن يا كابتن خليط لا هي مش متوقفة على السن وكادر جديد يعني اسمه في الشغلانة لسه بيبدأ بيبدأ وانت عشان دايما تعمل كوادر جديدة انت لازم تخلي الناس تبتدي وتحف نفسها على اول سلم وتاخد خبرة من هنا يعني لو الدنيا هتوقف على ناس معينة مش ماينفعش لازم التبهير ولازم التجديد مش معنى كده ان هذا يقلل من قدر سيد عبدالحفيز سيد من انجح مديرين الكورة اللي اشتغلوا في النادي الاهلي وهو خد وقته يمكن ربنا سبحانه وتعالى وقته خلص في الوقت ده وانا متأكد ان هو حينجح في اي كرير هو حياخده بعد كده والتوفيق كله خالد بيبه خالد من الناس اللي بيحط رجله لسه على مستوى الفريق الاول اكيد حيكتسب خبرات ذات الخبرات اللي هو اكتسبها من خلال شغله وفي قطاع الناشئين وفي اكاديمية الكورة فهي دي سنة الحياة كابتن خالد جدال انا بشكرك طبعا واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي النادي الاهلي انه قد خاطب اتحاد الكورة علشان يعرف معاد السوبر والملعب اللي هيتلاقي عليه وده تكرار لخطاب كان ارسله النادي الاهلي الى جانب كمان ان فيه ترشحات لمهاجم سيراميكا سامويل امادي للتعاقد او للتواجد داخل النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكمل مع بعض باتت ايام احمد القندوسي لعب وسط الفريء الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي معدودة بعد اقترابه من الرحيل على سبيل الاعارة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ومنح مرسل كولر الدوء الاخضر لادارة القلعة الحمراء برحيل احمد الكندوسي على سبيل الاعارة من اجل التعاقد مع مهاجم اجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وبيسعى النادي الأهلي لتكرار إنجاز الموسم المنتهي فتوج برباعية السوبر المصري مرتين والدوري المحلي وكاس مصر ودوري أبطال أفريقيا ولذلك بيحاول الأهلي تدعيم صفوفه بأسماء قوية فضلا عن رغبة كولر في الاستغناء عن اللاعبين اللي خرجوا من حساباته وكانت البداية من أيمن أشرف المنطق الحديثة لنادي البنك الأهلي وجات المفاجأة في ترحيب كولر بالاستغناء عن لاعب وسطه الجزائري أحمد كوندوسي بعد سبع أشهر فقط على ضمه من صفوف وفاق السطيف ولا يزال بيحاول الأهلي حسم مفاوضات ضم المهاجم البرازيلي جوستابوسوزا لاعب جيونافي كوينداي الكوري وهو ما سيأتي على حساب أحمد الكندوسي اللي تلقى عدة عروض من شباب بولوزداد الجزائري والتحاد العاصمة فضلا عن عرض نادي سيراميكا كليوباترا وهو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب في المركات الصيف الجاري شكرا لدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق واللي كان واحد من الذين تم الإطاحة بهم بناء على رغبة كولر المدير الفني الحالي دي الفريق مظرا لكسرة الإصابات كان ده الكلام اللي اتقال آخر حاجة فيما يخص النادي الأهلي والكلام اللي أنا قلته لك فيما يخص سير عبد الحفيز وفيما يخص الكابتل حسن حمدي الأهلي كمان كان احتفل بقميصه الجديد ده شيء كويس جدا وشيء هايل جدا إن النادي الأهلي بيحتفل بقميصه الجديد لكن أنا الخبر اللي يهمني إن النجم صاحب الصفقة المدوية للنادي الأهلي وللكرة المصرية والصفقة الأبرز هو إمام عشور لم يتواجد إمام عشور في التصوير للترويج أو حملة الترويج للتي شيرت أو القميص الجديد للنادي الأهلي وده بقرار من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لأن إمام عشور لما تواجد في مباراة الأهلي وحرس الحدود ما استأذنش إدارة النادي ولما طبعا تواجد واحتفل وكان بيعمل بعض التصرفات اللي فصرها البعض إنها استفزازية لنادي السابق أو لبعض الشخصيات المعينة كان قرار من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم تواجد إمام عشور في الترويج للتي شيرت الخاص بالنادي الأهلي للموسم الجديد نروح بقى لنادي الزمالك اللي خلال 48 ساعة تم تعيين لجنة مؤقتة برئاسة اللوى حسن موسى حالة طبعا من الترقب بين جماعيات نادي الزمالك بين أعضاء الجماعية العمومية لنادي الزمالك البعض بيترقب طبعا قرارات اللجنة المؤقتة بيطلع كلام كتير بيتم ترويجه خلال الفترة أو الساعات الماضية منها الصحة ومنها الغلط لكن هقولك على شوية تفاصيل لكن خليني أقرب من المشهد أكتر واحد من طبعا العالمين بواطن الأمور وطبعا المشهد داخل نادي الزمالك هو النائب السابق طبعا لأستاذ محمد إسماعيل أستاذ محمد برحب بيك برحب بيك أزو اسلام يعني الإعلام المتميز يعني دايما وأبدا تصريحاتك وانفراداتك دايما بتكون في السابق سداني ربنا يخليك ده شرف تكلمت على صفح تمام عشور من بدري ناس كتيرة انتقدت الكلام ده وقيت لك الكلام ده جاي منين ولكن حقيقة كان توقعك صحيح أو معلوماتك صحيح بمعنى صحيح وأكثر المعلومات اللي اتكلمت عليها حصلت حقيقة ربنا يخلى حريطك أولا أشكرك وشرف لي وجودك طبعا معنا واحد من الناس اللي أنا بعتز بيها طبعا المساوي الشخصي وكمان يعني لك رؤية فاقبة وخلينا اخد رأي حضرتك في حالة التراقب وحالة الجدل الكبيرة منذ تعيين اللجنة المؤقتة برئاسة اللي هو حسن موسى وإحنا يهمنا أن نادي الزماني كمؤسسة كبيرة يعود مرة تانية للبطولات وينهض يعني من جديد خلال الفترة المقبلة فكيف ترى المشهد داخل نادي الزمانيك؟ أولا اسمح لي يا سلام الملف ده على فكرة من ملفات الشائكة جدا نادي الزمانيك ليه فترات طويلة جدا أنا مش بعتبره سنة أو اثنين وثلاثة يعني منذ اللي جاني السابقة ومن قبلها مجلس الإدارة هو بيعاني على فكرة من مشاكل متعددة واختلافات ما بين أبناء نادي الزمانيك كان نتاجها أن الزمانيك يعني خرج خالي الوفاة من بطولتين نادي الزمانيك فقط لعبة مهمة جدا يعني على الرغم على فكرة من الطفرة اللي حصلت في الانشآت داخل نادي الزمانيك لكن مهم جدا إذا كنا احنا بالفعل بندور على صالح نادي الزمانيك نتكلم عن المرحلة المستخبالية اللجنة دي بتسمى لجنة مؤقتة بتدير شؤون نادي الزمانيك في فترة وجيزة إلى أن تعلن عملية انتخابية من خلال دعوة الجمعية العمومية لي يعني انتخابات جديدة على كافة المناصب مع استقالة المجلس السابق أنا أتمنى نادي الزمانيك الفترة اللي جاية أن احنا نشوف حزو مختلف تماما اللي جاي مش جاي تكلم على أخطاء السابق إن أنا النادي ده كان مفرغ النادي عليه مدنيات النادي عليه مشاكل حضرتك انت مش جاي تنقل المشاكل حضرتك جاي تدرف المشاكل والموارد المتاحة داخل نادي الزمانيك وجاي النهاردة اتلملم يعني شوتات الزمالك وتوحد كلمة الزمالك ما بين أبنائه لازموا أبدا ما يكونش فيه دايما اللهجة الانتقامية اللي احنا دايما بتشوفها كلما راح الفريق الفريق التاني يبدأ يقولك فلان خرب لا ده كذا لازم تنتهي الحدوتة داخل نادي الزمالك ولينا عبرة نشوفها لما حصل مجلس محمود طاهر كان مرة أقيل يا أستاذ إسلام كده والكابتن محمود الخطيب كان مفروض يتولى رفض الكابتن محمود الخطيب وكمل يعني الأستاذ محمود طاهر وعمل إنجازات حقيقية حدثت للنادي الآلي غير الصفقات اللي كانت مدوية في تاريخ النادي الآلي وحققت مجعات كديرة جدا نادي الآلي برضو كان عنده أزمة محمد عبدالصالح الوحس وما تمش إكمال يعني مجلسه وحصل مجلس جديد ما شفناش أي رئيس مجلس جيت كلم على المجلس الصابق والمشاكل وفقدان بطولة الدوري والكاز والأمور ده الزمالك بالفعل لو عايز ينهض من تلك العسرة لازمه أبدا يبدأ يفكر في أبناء المخلصين أولا والناس اللي جاية يكون عندها رؤية حقيقية لانتشال الزمالك من أزماته المالية أولا ولملامت صفوف وجراحه من الداخل حدة مهمة جدا قال لا ينبوش أحد في الماضي مرة تانية كل اللي هم عشمنين وكل اللي هم طمعانين إن هم يسندوا الزمالك في المرحلة اللي جاية أو يكونوا فعلا دوق النجاة لنادي الزمالك إذا كانوا هم بالفعل مخلصين لهذا الأمر لازموا أبدا نتخلى عن تشويه أي صورة أو عن المرحلة الصابقة كانت إيه خلاص أنت عارف الزمالك وعارف مشاكله وعارف اللي مر عليه من أزمات مالية وعارف كل تلك الأمور وأزمة الضرائب واللعيبة والتجديدات والرواتب وبمشكلة الفرع الجديد يوبانتها ترتب تعمل إيه عندك نادي غاني بأكتر من مئة ألف عضوية يعني اشتراكاتها السنوية قدية عندك محلات تجارية إزاي تطورها وإزاي تحقق منها إرادات عندك ألعاب إزاي تحقق منها إرادات عندك النهاردة تقدر يكون فيه عندك رسبونسر أو يعني نقدر نقول التعاقد الزمالك باسم الزمالك الكبير هيدخل للنادي هدي إيه هستفيد إيه بقطاع الناشئين هستفيد إزاي باللعيبة النهاردة في الاحتراف مع المحافظة على قوام الفريق لازم يكون عندي رؤية يعني رؤية تطورية للنادي رؤية إزاي إصلاحية أن أنا أجمع لكل كلم على كلم واحدة تانية بلاش حتة أن أنا ده كان على فريق ممدوح عباس ده على فريق مرتضى ده على فريق كذا إطلاقا الكل النهاردة هو بيشتغل ويشوف مين الأصلح ومين الأنسب للمكان في هذا التوقيت ولازم تكون شخصية قوية وشخصية عامة يتفق عليها الجميع أنا أرى أن المرحلة دي من أصعب مراحل الزمالك إذا لم تلتف الناس حوالين بعضها في تلك المرحلة هتكون هناك أزمة كبيرة جدا هيكون في تشويه غير عادي هي المرحلة المقبلة فبالتالي أنا ما بقول للناس مرحلة اللجنة الموقعة دي اللي هي هدري النادي إلى الدعوة لجمعية عمومية من أجل يعني انتخابات كلية على منصب الرئيس حتى منصب العدوية تحت السن لازم أبدا نبدأ نفكر في الطرحات واللي بيطرح يكون عاقل واللي بيطرح قبل ما يطرح رؤيته لأبناء الزمالك يطرح رؤيته إزاي النهاردة حقق إرادات إزاي النهاردة هيقدر يوفر يعني إرادات مادية في ظل الظروف الصعبة جدا لانتشال فريق الكورة اللي هو مهم جدا في الإصلاة اللي الزمالك محقق فيها بطولات حقيقية لعبة خياد الزمالك المميز فيها إزاي يحافظ على اللعبة في الداخل إزاي في نفس الوقت النهاردة أن أنا أجعل كل رجال الأعمال وكل المستثمرين ينظروا أن نظر في الزمالك نظرة مستقرة نظرة مختلفة لكن إذا سمحنا أن إحنا ناكل في لحم بعضينا في الزمالك نفضل نقطع ده يقطع في ده وده يقطع في ده النتيجة أن الزمالك يفضل في أزمات متولية وده اللي دايما كنت أقوله وكنت أتكلم فيه أقول يا جماعة ولا تنازعه فتفشله وتزعب وكانت دايما نصايحة على فكرة وأنا كنت موجود وراي في فترة الماء ولما حسيت أن الناس بعيدة عن بعضها ابتعد تماما عن المشهد لأن كنت دايما أتمنى لغة واحدة أتمنى أن الجميع يعمل لصالح نادي الزمالك محدش يحط نفسه حكم ده ينفع أو ده ما ينفعش الزمالك في أزمة حقيقية محتاج أبناء المخلطين محتاج رؤية حقيقية ومصلحة حقيقية دون الأطماع أطماع في مقاعد ده يبعد فلان وده يبعد فلان أهم حاجة يعني سنفونية تعزف في حب نادي الزمالك تكون النتيجة أن الزمالك الطرف الأساسي في المنافسة الطرف الأساسي مع النادي الأهلي في دعم المنتخبات يكون موجود وبقوة على الساحة لأن أنا أظن أن الزمالك لما بيكون فرقة فايقة المزاج العام في الرياضة بتحس بيه لما تلقى كل الكافيهات وكل المطاعم وكل التلفزينات الناس كلها بتتفرج على مبرالي الأهلي مبرالي الزمالك مبرالي الأهل والزمالك مع بعضهم في منافسات أفريقية في منافسات كأس العالم الأندية وغيرها وده اللي أتمنىه الفترة المقبلة يعني حقيقة هي السلام أتمنى الإعلام بعد ما حصل استقالة المجلس أنا بشكر الإعلام المصري الأول مرة أشعر أن الإعلام المصري كله لم يوجه سهامه وانتقداته بل شكر المجلس على ما حدث الفترة الصابقة سواء كان فيها إيجابيات أو سلبيات وبدأ يدعو النهاردة الجميع بالفعل الاهتمام بالنقاط السلبية اللي مرت على الازمالك ويبحث على نقط مضيئة تكون هي بداية الخيط لبناء نادي الزمالك مرة تانية خاصة أن نادي الزمالك المرحلة اللي فاتت عنده أزمات مالية كبيرة أسرت على لعيبة متميزة زي إمام عشور ما رحل عن الزمالك زي بعض اللعيبة اللي رحلت ووقف القيد أكتر من مرة فبالتالي لازم يكون فيه إيد خبيرة ورؤية كمان متكاملة في كل اتجاهات عشان حافظ على الزمالك ألا يتعرض لغرامات وأزمات وقال لا يتعرض لإشكالية إزاي النهاردة نهتم بكثير جدا من رجال الأعمال يكونوا موجودين زي ما في النادي الأهلي انت شايف فيه رجال أعمال شايف فيه الشركة الرعية دفعة قد إيه فالزمالك لا يقل تماما عن النادي الأهلي أن تكون فيه شبكات رعية موجودة وإن احنا بالفعل نكون على لحمة واحدة عشان يعبر الزمالك تلك المحنة وتصبح منحة بإذن الله تعالى معالي النائب السابق طبعا محمد اسماعيلي يعني أنا كان عندي أسئلة كتير انت جاوبت بسم الله ما شاء الله على كل الأسئلة يعني بكلام مهم جدا ورؤية طبعا مهمة جدا لمستقبل نادي الزمالك واعتقد أن ده هيكون الدور الأكبر على الجامعية العمومية خلال الفترة المقبلة طبيعا يا سلام الجامعية العمومية لابد النهاردة تدقق في اختيارها ما يكونش أبدا اختيار عصبي يعني أنا أختار فلان عشان عكس فلان أو ده إطلاقا وأي حد النهاردة لازم يكون له برنامج ويكون له رؤية وأهم حاجة برنامجه على فكرة يقول أنا إيدي ممدودة للجميع لا إقصاء في الزمالك على الإطلاق هنستفيد بخبرات الجميع هنستفيد برؤية الجميع خاصة الرؤية الاقتصادية إن الزمالك النهاردة موجود في مكان متميز يعني عنده أماكن النهاردة ومحلات تجارية درحقة منها أرقام كبيرة جدا الفرع الجديد لو تعامل برؤية استثمارية وتعامل محل تجارية هو في منطقة متميزة في حدايه اكتوبر سدقني الفرع هيقدر حقها يا ردات كبيرة جدا نقدر إن الفرع ده من خلال عضوية نادي الزمالك يدخل أكثر من 2-3 مليار يتم إنشاء بها صرح للنادي الزمالك للنادي الزمالك يعني فرعه 2-3 اللي هو يمثل أكتر من 30-40% من أبناء الشعب المصر وبالتالي أنا أرى حقيقة أن الزمالك يحتاج المخلصين من أبنائه بالفعل اللي هم عندهم رؤية استثمارية تستطيع توفير الكثير جدا لأبناء نادي الزمالك دون الانضلاق الإشكالية أن أنا ما عنديش فلوس أنا عندي أزمات مالية أنا عندي كذا أنا عندي كذا لازم يكون فيه استثمار حقيقي للرياضة داخل مصر وأنا شايف نادي الزمالك اسمه اسم كبير نقدر نحقق به كتير ونقدر نحقق به إيرادات غير عادية لأن اسم الزمالك اسم يبيع كويس اسم له قبول لدى جماهير الكرة المصرية بشكل كبير لأنه هو بالفعل يعني أحد أهم الفرق الموجودة في مصر والفرق الأفريقية فبالتالي أنا بقولك الزمالك فرقة كبيرة جدا موجودة في الدول العربية وبالتالي الزمالك يستطيع تحقيق الكثير النائب السابق الأستاذ محمد اسمعيل بشكرك طبعا وقال كلام مهم جدا في النهوض واحد من أهم المؤسسات الرياضية في الشرق الأوسط هو نادي الزمالك نادي زمالك زي ما قلت لك وأنا قلت لك الحلقة اللي فات للأهل والزمالك دول هما العنصرين المهمين جدا مش في الرياضة المصرية في الرياضة العربية ودايما بيكون لهم دور فبالتالي لما بيقع أي نادي من الاتنين لابد من أن الكل يتكاتف لإعادة مرة تانية هذا النادي الفترة اللي فاتت كان النادي الأهلي بيعاني من مشاكله وبيعاني من أزمات قدر أن هو من خلال أبناء ومن خلال مجلس قدرته من خلال المسؤولين أن هو يعود النهاردة بيحتفل بموسم استثنائي بيحصد بـ 13 بطولة نفس الأمر نادي الزمالك في الفترة الأخيرة في الموسم الأخير لم يحصد بطولات كتير لكن في موسم سابقة حصل على بطولتين دوري حصل على الكونفدرالية ومحمد اسبعيل قال كلام مهم جدا في فكرة الصراعات الإدارية اللي بيعاني منها الزمالك بقاله أكتر من 15 سنة اللي الجامعية العمومية بقى مبطلها وللرجالة اللي هتترشح أيا كان تبطلوا بقى أصل مرتضى عمل أصل ممضوعها بس هو السبب أصل مش عارف الصراع ما بين الاتنين يعني إما أنك أنت لللي داخل انتخابات نادي الزمالك إما أنك أنت تبقى أد نادي الزمالك أد كرسي نادي الزمالك يا إما ما تدخلش يا إما ما تبقاش موجود لأن إحنا زي ما الإعلام بيساند ما الإعلام برضو دوره أنه هو يكشف وقبل كده احنا انتقضنا في الحلقة اللي فاتت واحد من أهم نجوم مصر الكابتن جمال عبد الحميد قبل بقى ما نعرف أنه في استقالة ولا ما فيش استقالة ولا الكلام ده كله أن الكابتن جمال عبد الحميد كان دوره كان يبقى لازم يبقى إيجابي أكتر من كده في قطاع كرة القدم لكنه لم يتم وبالتالي لعبت الكرة اللي هتدخل انتخابات ما تبقاش انت عايز تدخل وخلاص انت عايز تدخل يا إما يبقى ليك رؤية يا إما ما تدخلش انتخابات مجلس قدارة نادي الزمالك نفس الأمر لأي مسؤول أو أي مرشع حيدخل الانتخابات يا إما يبقى عندك رؤية اقتصادية لأن نادي الزمالك محتاج الفترة اللي جاية كمان أو عتفتكر أنه محتاج رياضيين بس لا ده محتاج فكر اقتصادي الفكر الاقتصادي يتمثل في كيفية لاستغلال الموارد خلال الأربع سنين اللي جاية مش معقول أبدا ان نادي الزمالك بموقعه اللي موجود دوت ان هو بيعنده مشاكل مالية وعنده أزمات مالية وعنده صراعات كبيرة ومديون ومش عارف يدفع وموقوف القيد ومش عارف يدفع فلوس لعبيه كل المشاكل مالية في نادي موقعه في واحد من أهم المواقع التجارية المميزة بالصور النادي اللي موجود ونادي الزمالك عنده مشاكل مالية لا ده معلش ده ميت علامة استفهام على أي مسؤول لم يستغل نادي الزمالك خلال الفترة الماضية والفترة الماضية مش المقصود بيها مجلس مرطلة منصور أنا أتكلم على السنوات كلها اللي نادي الزمالك على فكرة الزمالك بيعاني من مشاكل مالية من أكتر من عشرين سنة وأنا كنت مغطي نادي الزمالك وما زلت مغطي نادي الزمالك زي ما غطيت النادي الأهلي وما زلت مغطي النادي الأهلي بشكل صحفي إن بتلاقي فيه المشاكل المالية والصراعات الإدارية ديت موجودة ففكرة بقى إنك إنت هتطلع وتقعد تقول لنا أصل المجلس اللي فات أصل المجلس اللي جاي لا يبقى ليك رؤية واضحة ورؤية تستطيع من خلالها إنك إنت تقود نادي الزمالك لأن من الآخر المساس بالأندية الجماهرية زي كنا نصر أبو الحسن اللي بنبارك له على رئاسة نادي الإسماعيلي المهندس نصر أبو الحسن الناس مستنية منك إن نادي الإسماعيلي يعود مرة تانية مش السنة اللي بعد الجاية وما تطلعش تقولي أصل أنا تحملت تركة قيلة أصل نادي الإسماعيلي كان عنده مشاكل مالية ما كنت تشتيجي ده اللي أنا أعرفه اللي أعرفه إن اللي هيجي ما اسمعهاش بقى من مسؤول بعد كده أفنان الزمال أصل تحملنا تركة قيلة بقى أصل مرطلة منصور كان مدمر النادي علشان إنت تبرر فاشلك لا يتيجي وتبقى أدي المسؤولية ما نسمعش بقى أنك إنت تسيق للمجلس السابق أو تتكلم على المجلس السابق أو المجلس السابق مشوا سابهانك ورين بقى وله إيجابياته على فكرة أنا واحد لنا من أنصار مرطلة منصور ولنا ضد مرطلة منصور لكن أنا بقيم لك تجربته بموضوعية له ما له حق إيجابيات عمل إيجابيات وله أيضا سلبيات وما فيش مسؤول في الرياضة أو في الأندية على وجه الأرض ما لهش إيجابيات وما لهش سلبيات فبالتالي ده دي مهمة الجامعية الأممية ونبطل بقى فكرة الشلالية اللي موجودة اللي بدأت على فكرة خلال التمانية واربعين ساعة من ساعة ما اللاجنة دي جاءت ده اللي هو حسن موسى جاي يصاب في حساباته ده اللي هو حسن موسى تيجي تسأل بعد كده من وراء الناس يقول لك الراجل لا خط قرارات ولا عمل ولا ماشى موظفين ولا أي حاجة فبالتالي لابد أن يكون فيه رؤية مختلفة في التعامل والتناول في الإدارة داخل نادي الزمالك آخر حاجة عشان أساب الرضا عبد العالو ومحمود أبو الدهب أحمد زيزو وأحمد فتوح كل واحد عقد جلسة منفردة مع أحد رجال الأعمال الزمالكوية الكبار خلال الأيام الماضية حصل أحمد زيزو على طردية مالية قدرها 800 ألف جليل وحصل أحمد فتوح على طردية مالية قدرها 700 ألف جليل الطردية المالية دي ملهاش علاقة بالاستمرار من عدم لكن هي طردية مالية دي من يعني تصرف شخصي من رجل الأعمال الكبير جدا أو الزمالكوية الكبير جدا اللي بتحفظ على ذكر اسمه ولكن تم الاتفاق على منح أحمد زيزو جزء من مصحقته المالية المتأخرة أحمد زيزو لي 9 مليون جنيه خد مليون جنيه في عهد المجل السابق وهيحصل على 4 مليون جنيه قبل بداية فترة الإعداد وبالتالي علشان أحمد زيزو يقفل فكرة الاحتراف وطبعا العرض المالي الكبير اللي تلقاه من نادي الشباب السعودي وبالتالي أحمد زيزو خلاص هيحصل على 4 مليون جنيه من قيمة مصحقته المتأخرة اللي بتبلغ حوالي 9 مليون جنيه النحية الثانية أحمد فتوح اتفق على التاهي اتفق على الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم هيوقع خلال الفترة اللي جاية مقابل 60 مليون جنيه لمدة 3 مواسم دي طلبات أحمد فتوح 20 مليون جنيه في الموسم وبالتالي 60 مليون جنيه في 3 مواسم إلى جانب أنه هو هيحصل على 15 مليون جنيه مقدم تعاقد من الموسم الأول بالإضافة أنه هو لي 7 مليون جنيه من مستحقاته المتأخرة هيخدها في حالة طبعا الاتفاق بشكل انهائي على توقيعه أو تجديد تعاقده مع نادي الزمالك وإلغاء فكرة الرحيل خلال الفترة المقبلة آخر حاجة كمان داخل نادي الزمالك أسوريو رفض تبكير فترة الإعداد وأصر على أن هي تكون في أول سبتمبر المقبل باعتبار أن اللعيبة ما خدتش راحة كافية بعد المشاركة في البطولة العربية عندي لسه أخبار كتير وعندي أسئلة كتير جداً لكن هيكون في وجود النجمين الكبيرين الكابتن محمود أبو الدهب والنجم الكبير الكابتن رضا عبد العالم بيضع الجهاز الفني للفري الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أسوريو الرطوش الأخيرة على برنامج الأبيض استعداداً لإنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد والمقرر لها يوم 1 سبتمبر المقبل وهيعقد المدرب الكولومبي اجتماع مع اللجنة السلاسية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق وعلى رأسها فترة الإعداد ومستحقات اللاعبين وآخر تطورات أزمة إيقاف القيد واستقر أسوريو على الدخول في معسكر مغلق في القاهرة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل بعد تعصر إقامة معسكر خارجي بسبب الأزمة المالية اللي بيعاني منها النادي الجهاز الفني أخطر اللاعبين بالخضوع لفحوصات وقياسات طبية بعد عودتهم للتدريبات الجماعية رغبطاً منهم في الإطمئنان على البرنامج الغذائي اللي تم وضعه لللاعبين خلال فترة الراحة السلبية ومدى الحالة البدنية لللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد واستعاد الزمالك في الموسم الجديد لخدمات كل من محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد زكي بعد انتهاء فترة أعرضهم كمان تعفى مصطفى شلبي من الإصابة اللي لحقت بي وهيكون متواجد مع الفريق من بداية فترة الإعداد الجهاز الإداري للزمالك أنهى اتفاقه مع فريق السكاء الحديد أحد فرق دوري المحترفين على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 7 سبتمبر المقبل في استاد الكلية الحربية ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد كمان الساعات القليلة الماضية شهدت ارتياح لدى جماهير القلعة البيضاء بعد ما أعلن حسن موسى المدير التنفيذي للنادي عن استمرار أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح في الموسم المقبل وعدم التفريد في خدمات أي لاعب من القوام الأساسي مهما كانت الإغراءات المالية نضمني اتنين طبعا من نجوم مصر وهم طبعا نجوم البريمو النجم الكبير الكابتن محمول أبوداب كابتن أبوداب براحب بي براحب بيك أسلام والنجم الكبير الكابتن رضا عبد العال أفضل محلل في الوطن العربي والمجادل الكبير وصاحب الأرأي الساخنة لسه في عدد الكتر أو القتر كله بس ما تنسى وأفضل محلل في القتر كله في التاريخ وفي العالم العربي والعالم أجري لا كيفاء كده لا كيفاء كده هنكمل بقى لا كيفاء كده يا أمام لا ما انت قلت كله لا ما انت لازم هنقول ايه بعد الكلام ده لا انت تقول اللي انت عايزة كابتن رضا حبيب يا أستاذ إسلام منور وحشني وابود دهب كان وحشني جدا وربنا وفاك إن شاء الله السنة دي بقى وتصعب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله كابتن أبود دهب مبروك الاحتفالية النهاردة أه 30 بطوله بطولة إنجازات الموسم اللي فات إنه هو قدر يحصل على بطولات في كرة القدم بالزات خمس بطولات وممكن دائم كن إنجاز تاريخي يتعامل للنادي الآلي فاعتقد إن الاحتفالية كانت واجباً للعبين لكن خلينا أقولك إن في ناس سهمت كتير جداً أنا كان بالنسبة لي عدم موجود ساد عب حفيز وده كان صاحب إنجاز كبير جداً إنه هو ما يشاركش في الاحتفالية إنه هو كان يبقى غير موجود لكن أنا بقول إن أنا قلت اللعبة دي ممكن تكتب تاريخ كتير كبير جداً في النادي الآلي لو حصلت على خمس بطولات ولسه فيه ثلاث بطولات جايين تاني إسلام في الفترة اللي جاية إن انت تحصل عليها الفترة اللي جاية فأكيد النادي الآلي بيعمل تاريخ كبير جداً واللعيبة والجاز والإدارة في الفترة المقبلة إن شاء الله كابتل رضا إيه اللي النادي الآلي أو مجلس قدرته عمل من خلاله قدر إنه هو يعالج الأخطاء بسرعة ويرجع من إنه هو كان ما بياخدش الدور بعيد عن بطولة أفريقيا كمان على مستوى كل الألعاب بيحصد يعني 13 بطولة أو ممكن يزيد عن 13 بطولة هو أهم أهم سبب إنه هو حافظ على اللعيبة اللي كانت في الموسم اللي قبل اللي فات اللي كله طلع بنغمة يمشي عشر لعيبة ونجيبها الشيء اللي عيد دي أهم حاجة بالنسبة للنادي الآلي مفرطش في القوان ولا اللعيبة كلها واحتفظ بيهم وإدارهم فترة الراحة اللي هي كانت آخر عشر مطشوات اللي هم من الدور اللي قبل اللي فات فخلى اللعيبة بدأت لأن كانت اللعيبة الموسم اللي قبلها من أيام كورونا وبعد كورونا والكلام ده ده كان قرار الكابتل الخطيب أنا بقول لك عشان كده يحسب له إنه هو حافظ على القوان ما سمعش كلام الناس اللي كانت بتطلع طيه بيد وإحنا قلنا هنا مفيش ولا لعيبة يمشي لأن النادي الآلي صعب إن يعوض لعيبة بالقيمة دي بالقيمة دي لأنك إنت لعيبة وصلت للخبرة وصلت لإن إزاي بتعرف تجيب بطولة بتقدر تسيطر على اللعيبة اللي حوالها في الملعب على هتفات الجماهير على السوشال ميديا على اللعيبة خلاص خدت على الجو ده فأنت لما تمشي عشر لعيبة وقعت الفرقة لأن اللي جاي يعني مثلا إيه هنقول كل اللعيبة باستثناء طبعا لأنه هو الراجل السبب بأنه هو اللعيبة الجديدة ما خدتش فرصتها لأنه ودى للعيب واحد اسمه موران عطية والباقي أنا شاف القندوزي ده لو كان خد كان يبقى كويس كريستو ده ياخد هيبقى كويس شاد إحسين لو كان خد كان هيعوضك على وأنا بقولك ده الكلام ده عن ثقة عن المهاجم الأفريقي اللي أنت الوهم اللي أنت عمال مستنى تجيب واحد ييجي عوضلك لا كان شاد إحسين ما ليش دعوة بمين بس أنا بكلمك على مين على أن ده لو خد الفرصة أنت ما استفدتش من شاد إحسين ولا حسام حسن خلي بالك حسام حسن أول ما راح سموحها بقى هدف سموحها هو الراجل بس كان عايز مطشاط هو حسام حسن كابتر رضا اللي ظلم ومس من ها طبعا بصها يا إسلام ويمكن كابتن محمود أبداء بيقولك الكلام ده أي واحد بيروح أهل وزمالك في البداية بيتخل لا خد إيه بيحلم أنه يلعب يبقى رقم واحد في المكان بتاعه بس ده لو جاي من نادي جماهير يا كابتن بغض النظر يعني زي حررتك لا لا طب هقول لحضرتك ما فيه لعيبة أيامنا ما كانتش جاية من أندية جماهيرية بس جات حطت رجلها في الملعب هي هنا بتفرق رؤية المدرب وأنه بيدله صلاحيات والثقة بينزل لكسر الدنيا يا إسلام بس هي المشكلة أن الراجل زي بالظبط صلاح محسن صلاح محسن ده كان في إنبي كل ما تش جيب جنين جنين النادي الأهل يتحاقد معه ليه؟ عشان الراجل هداف لما جه قاعد لخالق وليد أزارو وغضبالك لأن هنا بقى المدرب كان الكابتن حسام البدري فهو عايز ينجح الصفقة اللي جايبها لأن صلاح محسن جايب مجلس الإدارة اللي جايبه إنما من اللي كان شاف وليد أزارو كان الكابتن حسام وهو اللي قال لك ييجي فعايز ينجح الصفقة دي مالوش دعو بالصفقة اللي جايبها النادي الأهلي مع العلم إن اللي اتنين لو هو يعني بطريقته لعب اللي اتنين كان هيستفاد لأن اللي اتنين عندهم سرعات اللي اتنين بيعرفوا يجيبوا جواني وده قد هتفرق كتير قوي يشيل حد من نص الملعب بقى أنت طول عمرك بتقول إيه كنادي أهلي أو زمالكي انت عايز تكسب طبعا فعشان أكسب يبقى القوة الهجومية عندي أقوى هتكسب لي ده بالذات اللي اتنين اللي بيعرفوا يترجموا من نص فرصة واحد سريع والتاني أسرع واخد بالك لما أي كرة تايشها بتروح هم يروحوا يجيبواها لك ينجحها لك فالمشكلة بقى أن هناك كابتن حسام يعني عايز ينجح صفقته فقاتل طموح الراجل اللي جاي لإني قعد مطش واثنين وثلاثة فأنا انت بقى من الأسباب اللي خلت النادي الأهلي السنادي ياخد كل أنا مليش دعو بالعاب التاني أنا لقى في كرة القدم إنه هو حافظ على القوام القديم ودهم الراحة عشان كده المرضود بتاع الراحة دي السنة دي شوف لعبة النادي الأهلي كانت السنة اللي فاتت اللي هي اللي حصل فيها الإخفاق واللي قابليها كنت بتلاقي كل مطش اتنين تلاتة مصابين كل مطش ليه لأن الراق كان عالي قوي المطشات ما بيرايحوش وطبعا المعلم مسلماني كان بيه ما لوش دعوة ما عندوش حاجة اسمها تدوير اللعيبة ولا إنه هو كان جبان جدا في الحتة دي يلعبه ولسه ما اكتملش شفاءه أو هو مصاب أو هو مرهق فعشان كده اللعيبة كانت على طول إصابات إصابات ويجي يقولك الدكتور لا مش الدكتور لأن اللعيبة دي مطشات بيلعبوها مطشات وديها بيلعبوها تبارين بيلعبوها كاس علم بيلعبوها دورة عام بيلعبوها أفريقيا بيلعبوها هلك اللعيبة فطبعا اللعيب مش مكنها فكان دايما تلاقي السلية مصاب حمد فتح مصاب مش عارف مين مصاب فعشان كده حصل الخلل لما اللعيبة دي ارتاحت السنة اللي فاتت مين اللي كان مصاب يا إما السلية يا إما مثلا على فترات حمد فتح والباقي كله في الملك معالي معلول أكبر واحد سنا ورغم كده ما تصابش لحاجات بسيطة غير السنة اللي قابليها ولا قابليها واخد ملك فدي ميزة من ضمن الميزات اللي هي خلت النادي الآلي تاخد بطولة الدولة وأفريكا والكلام ده إن اللعيبة ارتاحت الموسم اللي فات في الآخر جات بعد كده المستوى اللي احنا شفناه والخبرة بتاعت اللعيبة خلي بالك في ما تشك كتير خبرة اللعيبة هي اللي حسمتها طيب كابتنا ودهب الآلي تعقد مع إمام عشور تعقد مع رضا سليم رجع كريم ندفد وصلاح محسن وحتى الآن برضو صلاح محسن يعني انتهت إعارته لسه بقى هنشوف إذا كان هيكون موجود الفترة الجاية مع الفريق ولا إيه ولا ممكن يتم برضو يرحل عن النادي الآهلي لكن هل الآهلي محتاج فعلا مهاجم أجذبي هل محتاج صفقات تانية ولا لا يا من جندي أسلام أنا دايما يعني العبنا في النادي الآهلي والكابتن نيردى عارف الكلام ده أنت محتاج قوة النادي الآهلي في الرأس حربة اللي موجود أنا كل الموجودين برضو عبدالعالبي يقولك مش محتاج مهاجم أجنبي لأ مش مش بص إسلام الزمالك والأهلي شاذي حسين يعني بعد إذن كده أنا أصدي أن أنت لو هتجيب مهاجم أجنبي هتصوبر محصوبر دي يعني فلوسك طيب يبقى ما جيبش أي حد ما أنت جبت بتلاتة مليون بورونو صافيو ومنفعش مكسيوني منفعش وولتر بواليا بواليا منفعش وبجي قبل كده ومنفع قندوسي وكيه لأ دولك بيدي دول تحت أنا بكلمك على الراس حربة الراس حربة اللي أنت عايزه يجيب جوان فأنت مش هتلاقي وبجي ما أنا بقولك مش هتلاقي اللعيبة الصوبر اللي هو ييجي من نص فرصة يجيب لك جوان وبعدين يا إسلام ما ينفعش نادي كبير يجيب لعيبة وما يستفدش منها إنه هو يمشى أو يبقى مصدر انتقاد لبعض الإعلام أو الجماهير إنه أنت ما بتلعبش النادي الأهلي أو الزمالك دايما لما بيجيبوا لعيب لازم يبقى جايبه في المكان المناسب إن أنا أحطه هيكسبني وأستفد به بشكل كويس فأنت النهاردة بتتدور على فرود وعلى فكرة بالضاء لازم بتدور على كمان في الحتة الشمال لعلي معلول لأنه علي معلول سنه كبر فأنت محتاج في الحتة الشمال حد كويس بديل هتوحي جدد في الزمالك في محمد أشكري أو محمد أشرف بتاع سيراميكا من لعبة كويسة جدا كان في محمد حمدي لكن محمد حمدي ممكن يكون سيراميكا برامدز مش عاوزة هتماشيين هو شايف إنه هو بينافس محمد أشرف راح زد اللي هو بتاع سيراميكا ده مميوت جدا يعني فأنت محتاج الصفقات أو محتاج الحتتين دول بالذات إنه بتكون عندك رأس حربة وعندك في النحية الشمال لكن هم دول الصفقتين المهمين اللي يبقى موجودين في النادي الأهلي الفترة اللي جاية لكن إنت بتتكلم على صفقة النادي الأهلي عنده فرقتين وعنده الوقت لعبة كتير جدا جازة تنساش كمان إنه إنت عندك كريم فؤاد اللي هو كأنه بتتكلم عليه قبل كده إنه هو يمشي لا الراجل اتطور مع كولر وشاف له مكان لولا الإصابة لولا الإصابة وعندك أكرم توفيق راجع فإنت النادي الأهلي عندك عندك زحمة السنة اللي جاية بشكل كبير جدا فإنت محتاج في الحتة دي بس يكون عندك فرود يقدر يترجم لك اللي موجودين لكن أنا شايف نوجة نظري ما فيش في النادي الأهلي فرود صريح إنه إنت محتاج في الحتة دي فرود صريح ومحتاج إنه إنت كمان مش محتاجها تلعب بتلاتة دفندرات زي السنة اللي فاتت إنه إنت دايما عندك إمام عشور ويقدر يعملها كويس عندك أكرم توفيق لما يرجع أنا شايف إنه أكرم توفيق من أفضل اللعيبة اللي تلعب في الدفندر ولعيب كويس جدا ومجهوده ورائع وبيقدر يسلم مع مروان عطيه فأنت محتاج في الحتة دي أسلام النانا بهاجم أو بحط النادي الأهلي دايما في حالة هجوم محتاج فرود يترجم الأهداف اللي هي تيجي للنادي الأهلي خصوصا أنت داخل على كمان موجهات كبيرة جدا في شهر 12 اللي هي كسل عام كابتن رودا أنت لما كان سيد عبد الحفيز وتم دعوتك في احتفالية طبعا النادي الأهلي بالبطولة السنة دي هتحضر ولا لأ لو مشيت زي سيد كده مش أحضر يعني سيد عنده حق طبعا بص موادان دا يدل على حاجة واحدة بس مع الوضع في الاعتبار أن كابتن محنون الخطيب النهاردة شكره وقال أنه هو طبعا يعني مخلص جدا وقدم أداء هايل على مدار 12 سنة مش هالي تفتكر مش هالي يا كابتن ما أنا بقول لك في حاجة لغز أنا قلت لك من مرة اللي فاتت حاجة كبيرة قوي وما يعرفهش غير الكابتن محمود القطيب ومجلسه وسأدعب حفيز طيب لكن انت لو ما كان سيد مش هالي مش هالي ليه لأن زي ما قلت لك المرة اللي فاتت انت عشان تمشي لازم بتدي بوادر قبليها دا في مشاكل دا فيه دا فيه وتفضل ايه كل شهر شهر بس كان فيك لا فات يا حبيبي ارمي ارمي للناس او من السيد يعني في بعض المتربصين بي كان دا كان النادي الاهلي حبيبي أنا دلوقتي لانا زي ما بيعملش مشاكل خلص شغال مع النادي الاهلي ومن اللي بيرقصني كابتن محمود خطيبي اللي هو في ظهره انا ما ليه دعم انهي اقول اي عضو في النادي الاهلي اقوى من محمود الخطيبي لا طبعا حتى هو ما فيش حد اقوى من محمود الخطيبي بس هو النادي الاهلي بس فالقرار لما اتاخد في حاجة حاجة غامضة حاجة الله هو اعلم لكن تصرف سيد دا طبيعي دا طبيعي ليه بقى لأنه هو ما كانش متوقع هو فيش حد اصلا كان متوقع دا هو بالذات انا لسه قاد عددك كان بارح تاني يوم الظهر اقلتي طب ما تروح وقعد وقامل اجتماع معاه وقد بالك وعرف مصر كلاني فيه اجتماع مع سيد عبد الحفير انا عايز اقولك انه هو كان رايح في اليوم ده بترتيبات معسكر النمسي ما انا بقولك اهو ما دي مفاجأة وهل انا بقولك هل ان اي عضو في مجلس دارة النادي الاهلي مع كل احترام ليهم كلهم انه هو اقوى من كابتن محمود الخطيب انه هو ياخد القرار ده حتى لو هو مش طايق سيد عب حفيز ده لو التسعة تسعة عضاء مش عايزينه والكابتن الخطيب عايزه خلاص عايزه ده راجل ناجح طب انت ما مشتوش ليه السنة اللي فاتت لما اخفق في افريقيا واتنين دور وارا بعد لما يمشي في الوضع ده طبيعي وانا قلت الكلام ده قلت معه هنا في البرنامج بتاعنا ده اه ما اقرأ قلت غيري العتبة حصل يا كابتن محمود غيري العتبة بقى وسيد عب حفيزي رايح شوية لان اخفق السنة دي والسنة اللي فاتت اتنين دور صعبة جدا عن نادي الاهلي حصل وخسر بطولة افريقيا يبقى انت مسان ايه وتمسك الرجل ومسك فيه وفرضوا عالدنيا كلها تيجي واخد البطولات دي وعمل انجازات دي السنة دي ويمشي لأ فيه لغز ولغز كبير وانا لو ما كانوا ما روحش لو ما كانوا ها طبعا ده دي كرامة لان انا مشيت بشكل مهين انا بقول لك يعني بلاش كلمة مهين لان سيد اكبر من ان حد لا مهين يعني شكل مفاجئ لا لا معلش انت اقولها زمان تعايش اه ماشي انا هقولها اقولها انت زمان تعايش بس انا بقولك ليه اصلا انت ما تحساش لان ان انت لما بكون ناجح وتيجي وانت ناجح تمشي تم ايه الغلط اللي انا عملته حتى لو يا رجل انا عامل مع كل اللعبة مشاكل بس كسبت بطولة مش معنا دلوقتي المشاكل ما ظهرتش اللي دلوقتي وطبعا كل المشاكل اللي طالع دي اقسم بالله ولا فيها سبب ان هو حتى ان انت تقول يا سيد ايه خلي بالك انت فيه كذا يعني ما تنفدش نظره كمان مش سبب قوي اصلا هو كان بيتخانئ كتير اصلا لا سيد عبد حفيز هو قاعد على الدكة ولما يقوم لأي حكم لا له هيبة طبعا والحكم كان بتعمله اعتبار طبعا وبتغير سواء في الوقت الضايع من ثلاث دقايق لعشر دقايق بس اما يقوم بس واخد دالك يقوم بس بدأ ما هيدي ثلاث دقايق بيدي عشر دقايق لو الآهل قسران او متعادل واخد دال حضرتك لما بيقوموا على الخط برضو بتلاقي فيه قرارات عكسية بتحصل وقت بلد كابتن ابو الدهب سأنا بس خلينا كمل انت بتختط مني انت بارك ساعة بتتكلم طب مش بتتكلم بنتكلم في المفيد ولا لا انت بتتكلم في المفيد انت كل كلامك مفيدة طب خش لابو الدهب كابتن ابو الدهب خليب بيبو هيواجه صعوبات في توليه للمسئولية بعد سيد عبدالخفيز ولا كابتن محمول الخطيب هيبقى مساند لي علشان يعني يثبت صحة وجهة نظره بتعاين خليب بيبو خلي بقى لك اسلبه ومكن احنا شوفنا مديرين الكرة كلهم بيساندوا مجلس ادارة وبيستمدوا قوته من مجلس ادارة ومن ثائت دخلنا الناد الاهلي تعلمنا انновاء كرة لما بياخد قرار بيرجع لمجلس ادارة في الاول لكن انا عايز اقول لك وجود خليبو في هذا التوقيت هو فرصة لخليبو بصير الناد الاهلي بنجاح الناد الاهلي بكوته باخده بطولاته ان هو يجي في التوقيت ده لكن انا بتكلم على رحيل سيد عبدحفيز لا سيد عبدحفيز كان يعني مش عاوز اقول الناد الاهلي هيندم بشكل كبير جدا على رحيله فعلا اه لانه اقوى اهنا هيندم اهنا بقول اه طبعا لان اقوى مدير كورة يعني الاهل ما بيندبس على حدها بص اسلام سيد عب حفيز يعني هيكابر لا سيد عب حفيز لا بص الاهل اول لي بيعمل اي حدها يا حبيبي ماشي دعناك مصبوط يعني هم مش تقليلا من النادي الاهل والنادي الاهل زي ما عمل سيد عب حفيز وعمل كابتن سابت البطل وعمل مديرين كورة كبيرة جدا هكيد هيعمل خالد بيبو لأن أنا شايف أن لجنة التخطيط أو المجلس إدارة هي اللي اتفقت عليه وجابته بالشكل كويس كابتن رضا يعني من بعد رحيل طبعا الله يرحمه كابتن سابط البطر كان بييجي جرب النادي الأهلي مديرين كرة كتير وبعدين ييجي سهل عبدالحفيز الأهلي يستعيد توازنه وياخد بطولات يعني مش سهل عبدالحفيز تحصل مشكلة في الحتة دي ييجي بقى أيا كان خالد سوري على عبدالصادق وقل جمعة يرجع سهل عبدالحفيز مرة تانية الأهلي هستعيد توازنه لا 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 الأهلي مستعيد في أي حد هاتلي كده وقل جمعة خبطلات لا كابتن رضا وقت وقل جمعة كان فيه مشاكل ماشي ومشاكل مع لعبة كبيرة حبيبي ماشي وكان مع حسام غالي وكان مع عبدالله السعيد وكان مع مين تاني انا مش فاك واعمال متائب واحمد فاتحي كان فيه مشاكل مع اللعبة كبيرة أيوة عشان دولة لعبة أصلا لعبة كبيرة وليها مفوز ده ماشي جريدو يا راجل اه ماشي جريدو أيوة يعني مش هماشي وهي الجمعة صب غالي ظريف يعني وهو لعيب وهو يعني ليه أيوة ماشي طيبة لا بس هنا كمان هم لعبة ببقوا أقوى خلي بالك هل ده ممكن يا سؤالي هل ده ممكن يتكرر دلوقتي ما هخليه بيبه فيه لعبة بوزن اللعبة اللي انت قلتها دي عشان يعمله مشاكل طب خلاص كله حاضر ونعم وكله دلوقتي بيتلب بالخصومات طبعا دلوقتي يعني احنا مثلا ايامنا كان كبيرك 1000 جنيه 2000 جنيه يوم ما تضرب 5000 جنيه أنهار اسوي ايوة بس ما كنتش بتعمله المشاكل دي اكبر لا بس انا بقول لما دلوقتي بنعمل مشاكل بس مش اللي هي بص احنا بنعمل مشاكل اللي هي الطبيعية يعني انتوا كنتوا بتخافوا من طرق سليم لا 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 بص واحترام دول بس انت بتخاف لا انت بتخاف من كيان الاهل والزمالك كيان الاهل ليه؟ يعني انت اكتر مدير كرة كنت بتخاف منه منك او بتحترم انا طبعا انا عارف انت هتقول بيه بس يعني ما بحترمش حد انا بحرق لا استنى بس استنى بس استنى بس استنى بس استنى بس استنى بس ده انا كان فيه مشاكل بينه وبين الكابتر سليم واخت بالك كنت بناطح معاه على طوله وكان يقصد مني واخت بالك فعلا بس ميني كان غلطان بزمتك هو هو اقولك ليه؟ لا اسمع بس عشان تعرف ليه فاكر انت مطش الاهلي والاسماعيلي اربعة ثلاثة ابو الداب كان موجود طبعا انت في الوقت ده كل مصر قد ضدك وطبعا الله يمسيب الخير الوزير ابنان معمارة كان هو المسؤول عن الوزارة ساعتها وكان بيدعم كل فرقة النادي الاهلي راح يلعبها حصل المصري كنا راحين نلعب ودعم وقال لك نعمل الاستاذ بتاعهم والمعرفش ايه وصرف لهم ايه نفس الكلام للتحدي في اسكندرية كل الفرقة واخد بالك فكل الفرقة قد ضدك في الفترة دي ومطش كان صعب وطبعا الجرائد قبل مطش الاهلي والاسماعيلي الفاصل كان كله بيكتب الاعصار البرتوقالي هيدك نادي الاهلي والشاكين والقمر فاكر احنا ربنا كرمنا وجبنا اربع تجوان في فرقة كانت اقوى منك بكتير على ارض الواقع اخر مطش ديها كسبانا الانتحاد قمسة واحد واخد بالك وانت متعدل مع المصري سفر سفر هم معنواتهم اعلى مع الاعلام في الوقت ده معاهم شوف بقى اول مرة الاعلام يبقى ضد بالنادي الاهلي والناس كلها عايزة النادي الاهلي قد يخسر وانت ربنا كرمك وجبت اربع تجوان واحنا داخلين بقى بعد المطش على طول في القضاء بنرقص دخل الكابترس ليما الله ارحمه يقولك انت ترسوا علي انت بفروض يتخص منك فلوس انت عارف يعني انت اربعة تلاتة مش مش طبعا احنا كمان مضيعين ساعتا يجي خمس ست انفرادات الاسماعيلي ضيع ضرب الجزاء في المطش ده برضو ده السنة بس ماشي مال الاسماعيلي ضيع ضرب الجزاء بس انت هم ضغطينك بس انت بتروح بانفرادات عدل عبد عرحمن راح ضيع وصام عربي راح ضيع ياسر ريان ضيع فليكس ضيع انت فاهمني كلها انفرادات فانت عملت اللي عليك وزادة وكسبت البطولة تفرح ولا ما تفرحش فدخل هو زعق وقعد يقول لك كلام فانا قلت له كابتين طارق احنا فيه فيه مطشات او فيه بطولات بتنتاخد بربع جون احنا كسبنا النادي الاسماعيلي اللي هو اقوى مننا اربعة فنفرح خدنا البطولة مانناش دعوا بقى هم جابوا تلت جوند احنا بتلعب اقوى فرقة ايو مسحر التلت جوند اقول مطشي كامل بقى قعد ربع ساعة اصحر بس ما تقولش تعمل زي الناس اقى ما تقولش تعمل زي الناس طب الجوند التالت بتاع اللي اسماعيلي جي في الديها كامل نا انا مش هفت كلك ده في الديها حاجة وسبعين يعني انت لسه قدر حاجة وسبعين اسمع كلام التالت ده اقوى الجوند التالت كان بشير ولا عمد سليمان لا لا بشير عبد اه هاتولي المطش ده كابتن رضا كابتن رضا لو المطش لا انت عارب اللي حصل ايها كابتن كمان ان انت كمان اتضمنت للنتيجة اسلام فابتديت ايوه انت خزبان اربعة انت اول اول انت خزبان تلاتة الاول تلاتة صفر اربعة اربعة صفر اربعة وبعد كده لا لا والمطش ده هتكمل ما كمل يا ابا ما تشوف الجوند بس هاتلينا الجوند جي في الديها جام كابتن رضا ماشي لا لا جي في اخر سبع تمن دقايق الجوند التالت طب ايه يعني انت بتلاعب فرقة مرضو كبيرة ايه طب ايه ايه طب ايه كان عنده حق الله لا لا مش عنده حق اسمع باس لا اسمع باس لا نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع للكابتن رضا والكابتن ابو جا سدنا وما امشي بيستعد نادي زد الوافد الجديد للدوري المصري الممتاز لخوض تجربته الاولى وسط الكبار بالمسمى الجديد تحت قيادة المدير الفني مجدي عبدالعاطي المتخصص في الصعود للممتاز فسبق وحقق ذلك الانجاز في المجموعات التلاتة الصعيد وبحري ومجموعة القاهرة والقناة وسبق وشارك زد في الدوري الممتاز ولكن باسم افسي مصر قبل ما يتم بيع النادي ويعود للممتاز باسم زد وهيدخل نادي زد بطولة الدوري الممتاز بتحديات جديدة وطموحات مختلفة فهو اكتر الاندية تدعيما لصفوفه حتى الان بتسعتاشر لاعب وقام بالاستغناء عن غالبية اللاعبين اصحاب انجاز الصعود للممتاز ونجح مجلس ادارة نادي زد في التعاقد مع الحارسين علي لطفي من النادي الاهلي وعمر حسين من استر نكمبني واللي كان معارل موسم الماضي لصفوف اسوان وعلى غرار علي لطفي فنجح زد في حسم اكتر من صفقة من الاهلي وهم شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ومحمد اشرف بكري وحمدي موسى واحمد سيد عبد النبي ومصطفى فوزي كمان نجحة ادارة النادي في التعاقد مع سنائي نادي انبي محمد اسماعيل وجرجس مجدي لسا مكاملين مع النجمين الكابتن محمولة فدابك كابتن رضا عبد العال كابتن رضا يعني خلال الاسبوع اللي فات انقلبت الامور داخل نادي الزمالك وتم تعيين لجنة مؤقتة برئاسة اللوحة حسين موسى بدأ يبقى فيه كلام عن استمرار زيزو والتجديد لحمد فتوح هل ده ممكن الاسبوع اللي فات انت حررتك قلتلي ان زيزو لو مشي الزمالك هيواجه مشكلة كبيرة جدا وهيواجه موسم كارسي هل ببقاء زيزو وفتوح يبقى فيه بارقة امل ان الزمالك ممكن يبقى ليه شكل في الموسم الجديد ولا لا طيب كابتن امتهم رضا عصر انا كنت ضد بقى عزيزو يا اسلام لان انت ابقى عزيزو واحمد فتوح وهم اقول عندك شيكبالك قائد للفريق كابتن رضا اجاوب خط لا انا بقولك لكن انا شايف لا انا لزا مجاوب لا انا مكن محتاجين محتاجين بعض الزمالك عندك فرقة كويسة النادي الزمالك عنده فرقة كويسة وعنده لعبة كويسة موجودين محتاجين الصكر انت لو تمشي زيزو او تشيد زيزو من فرقة الزمالك وهو احمد فتوح ما فيش فرقة فانت النهضة مش هتبيع لعيبة عشان تصرف على النادي لو كل فرقة او كل نادي عمل كده ايبقى انت هتبيع نجومك كلها او هتفرر نجومك خصوصا ان انت كل نجومك مشت سواء امام عشور او كان مصطفى محمد او ابن شرق او ساسي لكن انت بقاء زيزو هو ده الافضل لنادي الزمالك في الفترة اللي جاية لان انت محتاج الزمالك الوقتي مساندة كبيرة من رموزه وكباتنه الكبار وانا انا شفتها على الميدار اللي مين اللي فاته ان فيه تكاتف من بعض رجال الاعمال ان هي تقدر وتخش وتحل مشاكل نادي الزمالك في الفترة اللي جاية وخلي بالك يا اسلام اي حد بيكلم عن الزمالك ده قطب من اكتب الكرة المصلية فانت ما استحال ان انت ما تحسش ان الزمالك فيه بداخل منافسة مع النادي الاهلي سواء في الدوري او في الكاس او في بطولة افريقيا فانا اعتقد ان زيزو بقاء زيزو وانا بحيي المسؤولين على نادي الزمالك ان هو يبقى متواجد الفترة اللي جاية لان انت محتاجين كلنا الجمهة في الفترة اللي جاية اول هام انت بتقول اللجنة هي اللي قاعدت لا انا ما قلتش قاعدت بس هما يعني لا هي جاية باختصاد فنية ولا ايه عشان نبقى فهمين تايسير اعمال لحين اقامت ملاشي حق تبعزيزو او تقعدو او تماشي لا يعني لو ااخد موافقة من الجهة الادارية ااخد موافقة من الجهة الادارية طيب انا المرة اللي فاتت انا مفاكر الكلام اوي لما قلت لك زيزو انا عايزو يمشي بس مش في المجلس ده اه بعد ما المجلس يمشي اه اخد دلك اعجان فلوسه ما تتبقى خارج صح زيزو كان موجود السنة اللي فاتت اه الزمانك خات كم بطوله لا 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 هاشها لا لا اسمع بس اصلا انت مش بتسألني كملك انت مش بتسألني وعايز اجابة احنا نتكلم بما يرضي الله زيزو دلوقتي لو اتباع مثلا وجاب المبلغ اللي هو مطلوب لنادي الزمالك اه نادي الزمالك يجيب كم بس بما يرضي الله بقى الناس لازم تبقى لجنة فنية يعني اللجنة السلسية دي من دلوقتي عشان انت داخل على موسم لازم تجيب اتنين اه فنيين عشان يجبولك طلبات الراجل اللي هو جاي سوريو ده اللي انا مش مقتنع بيه اصلا بس لا بس انت دلوقتي هتباع زيزو فك بخمس لعيبة صوبر وعندك كانت اللعيبة موهودة بس هو دلوقتي خلاص كله تكت يا حبيبي ماشي ما انت دلوقتي هات عشان القدع يتفتح الفترة اللي جاية دي او حتى في يناير انت فلوس زيزو دي تجيب اربع لعيبة تبني عليها فرقة تاني وقت بال حضرتك زيزو كان موجود بيلعب لوحده والله لو قعد مئة سنة ما هيجيبه طولة عندما انت لما يكون اربعة خمسة مع وجود شيكبالة مع وجود مثلا الجزيري مع يعني الفلاص ده الصفقات اللي جات ما ساعدتوش كمان انت فاهم ده هات بقى ما انت هتديعه فكه باربعة الاربعة دولت هات اتنين على مستوى عالي من برة واتنين على مستوى عالي من جوة يعني يعني انت كنت بتتكلمه مثلا في ايه في امام عشور صح طبعا امام عشور الفترة اللي جاية دي هيفيدي النادي الالي بس لو التزم لو التزم بس انا كنت شايف بفلوس امام عشور دي تفك اربع لعيبة واربع لعيبة على اللعيبة اللي هي بيقولك ايه من العيارة السقيل اللي هو مهند لاشين كابتر رضا اسمعني بس الكلام ده اتأخر خلاص خلاص اللعيبة كل فرقة سكنت اللعيبة يا حبيبي انا بكلمك لما انا بدل ما جيب امام عشور بتلاتة ونصف مليون دولار هو دلوقتي مهند لاشين ومحمود مرع اللي النادي الالي كان عايزه وبوبو والكلام ده لو كان جاب اللعيبة دي كان هيدفع تلاتة مليون ونصف دولار هم ولا اقل هم صح ولا غلط صح طيب انت كنت جبت التلات لعيبة ولا الاربع لعيبة دول بما فيهم كمان مصطفى فتحي اكسم بالله انت كنت هتنفس على كاس عالم للاندية يعني انا مهند لاشين عمر كمال عبوعد مصطفى فتحي محمد شوكري هم واخد بالك هات اللي اربعة دول وابكي على عالي لطفي ما تمشيوش وابكي على ممكن الكندوزي ما تمشيوش واخد بالك كنت هت انا بقولك كنت هتنفس وهاد بعد كده المهاجم اللي انت اللي انت عايزه بس واحد هيفكلك ازمة اربع لعيبة واربع اماكن سحرية بالنسبة لتيم النادي العالي مهند لاشين ده انا شافه من احسن اللعيبة اللي موجودة في مصر كراجل بيدافع كويس قوي وصنع العاب هايل ها واخد بالك وبعدين عنده ميزة كمان عنده ثقة في نفسه عالية عمر كمال بتلعبه في اي حتة جوكر واخد بالك مصطفى فاتحي طبعا حدث على حرب ها وعندك محمد شوكر الباكليفت اللي هو يبقى بيناطح عني معلول وممكن يقعد عني معلول السنة دي ها عشان السن مش عشان بس طبعا ما بشيقدره يقعد بس يبقى موجود على الدكة معايا واخد بالك والله تنفس احركز على من عنده سيبك من دي بقى تعال الناحية التانية بقى على زيزو زيزو كان موجود وهو بيلعب لوحده ما خدش بتقوله لان التيم مش مساعده ولا المدرب اللي عاد بره صوح صلعيب في مصر يا حبيبي وانا بقولك رميه انت تبيعه وتجيب اربع لعيبة مكانه لو بعته الوقتي هتأثر على الفرق السنة الجاية يا كابتور انت هتغلط نفس الغلطة بتاعت أشرب بن شارج لا لا هو انت عرفت تعود أشرب بن شارج عشان اللي كانوا موجودين عرفت تعود فرق جاني سيسر اسمعني بس ما جابيش حد ماشي ما راحوا جابولك مين سامسون معاه بس يا ابا صفقات فش انت لو جبت دلوقتي واحد كان بلاش في الدور المصري هنا زي مصطفى فتحي كابتور دي عرفت تعود طريق حامد ايه زمالك عرفت تعود طريق حامد يا عم عمر السيسي لو خد في الحتة بتاعت دونجة دي اكسن بالله قد طريق حامد مئة مرة ما فيه زي طريق حامد يا عم انت وخلاص انت وخلاص انت وخلاص يا عمد دامي النسباني هو اللي عود تامر عبد الحميد في الحتة دي لا امه معرف شارج انت بس اللي بتعرف تلع وانت كنت بترقص بالصفى يا كابتور اه بقى رقص غالق هما انا زي انا كابتور بدهم مرة كابتور بدهم مرة قال لي كابتور دا كان بيحاسب الناس اللي بيرقصوا لا والله قال هالي بره صحة كابتور دا كان زيباني باشحد دا كان بيرقصنا لا احنا بيكلم والله بجد عشان نادي الزبالك او انت حافظت على زيزو طب انت جبت مين عشان زيزو يساعدوا زيزو عشان تاخد دور السنة ما عنده القيد موقوف يا حبيبي انا طب القيد موقوف تمشي سيف جعفر لا طبع تمشي يوسف تمشي احمد عيد اللي هو احسن من المسلوسة عندك في الباكرايت واحسن من عمر جبر ولسه مطشاط انبي ومطشاط منتخب الاولمبي ماشاء الله كويس يعني دا ناشئ ولسه وابن الزمالك وعارف يعني ايه تشيرت نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وقيمة نادي الزمالك وقت بالك مش واحد جاي انت محترف وبتدفع لفلوس اكسن بجلالة الله بالمهم قمينا بس عشان ما نخدطش وبعد كده احمد ايمان منصور مش الراجل بيصوت من اول ما جاي بقولك انا عايز مساك بلعب برجلش مش دوبوا لدك سيبتهم ليه ما هناسبهم لو فيه حد جاي افضل قمي انت رقيد مقفول فردت في الناس دي ليه وقت بالك فانت جاي دلوقتي تقول لي زيزو قعدت زيزو يا عم على دماغنا وعلى راسنا من فوق زيزو قمي ها يعمل ايه المسلم اللي جاي لوحده من غير صفاقات تشيله هو زيزو ده السنة اللي قبل اللي فات مش اللي فات ايه اللي خلت اقلق كان مع فرقة لا هو لما كان بيلعب في الاول ما كانش فيه لما طلعوا يوسف ووسامى نبيه وعندك مش عارف سيف وعندك سيد نمارو اللعيبة دي شعللة الغيرة في اللعيبة الكبيرة فخلت بنت شرقي خلي بالك بنت شرقي ما اللي عم عمل لك شاء الله اخر خمس ست مطشاط قبل ما يمشي ده كان طول الموسم الجمهور بيشتموا كان طول الموسم بيبقى عالى على فرقة ناد الزمالك وارجع للمطشاط انا ما بتكلم بمطشاط ده فيه مرة فاول على التمنتاشر في حتة مؤسرة لو عملها في الجون جود عايز رجعها لوحد جاي من نص الملعب اتقطعت وراحت هجمع على ناد الزمالك وكانت شعب ده كان الجون ولا سببت قلق يعني من كتر ما هو ما كانش شاية واخد بالك فانا بقول لك لا بس ده ما يمنعش لعب كبير و هو بقى هنا اللعب الكبير لما قبل ما يمشي عمل ايه شوق جمهور ناد الزمالك مستوى عيه لي بيجيب ابوان من اي حتة بيعمل ابوان عمل مطش الاهل اللي وافكس مصر عالمي واخد بالك ومسك الجبهة الشمال دي كلها ياسر ابراهيم على ما عرفش محمد غاني على اي حد كان بيقابله قد ليه عشان يسيب ذكرى كويسة طيب ساعتا قلنا المجلس ما كانش موجود ايام ساسي واللجان اللي كانت موجودة وساسي مش حصل طيب المجلس كان موجود ايام عشان من شاء ما دتلوش ليه فلوس وعط هو مش مشي عشان فلوس بسهما ما كانش ديهم مزاج اللي عرفناه بعد كده انه ما كانش ديهم مزاج بس احنا بنتحيل عليه يا حبيب الراجل قال 3 مليون دولار ما تديله 3 مليون دولار ما انت شايفه وعارفه وعارف قيمته وعارف انهم ايسا ما تجيبش الصفقات اللي انت جبتها اللي هي وش القفص وطلعت اخر القفص وتيجي تماشي واحد بقيمة من شر تمام كابتر عبد دهب الزمالك وفوجود اسوريو بطريقة اللعب اللي كان بيلعب بيها في الفترة اللي فاتت هل هتنفع نادي الزمالك في ظل انه هم عملش ايه صفقات السنة دي ولا لازم اسوريو يغير من طريقة اللعب خاصة كمان انه هو هيبدأ فطل الاعداد البعض بيعتبر انه هو بدأ متأخر في اول سبتمبر لا هو لازم يلعب على الوماشا اللي موجود عنده اسلامه وما يكبرش وما يقلبش في التغيرات الاماكن اللعيبة ان انت بتجيب فتوح وبتلعب انت ممكن تجيب فتوح انه بيلعب كرة وبيمسك كرة كويس بيقدر يعمل اسس كويس لكن انت الفترة اللي جاية محتاج ان انت تتنظم فيه تنظيم للفرقة عندك النهاردة انت بدأت من بدأة الموسم هتبقى فيه شكل كويس عندك لعيبة كويسة جدا فيه المصاب مصطوفة الشلبية لا امه انت عندك مصطوفة الشلبية ماشي عندك سيف الجزيرة مصطوفة الشلبية ده كان بيتقطع برضه اولا انا بقولك عارفين اللي ولا مش عارفين يا كابتن امه عشان هو كان عاوز الناد الاهلي يا جدع سيبك من الكلام ده ماشي لا انا بتكلم بص لاني جاي على غير هوا المشي في العمع الكورة هو وعمري ماشي لا لا ملاش لا قولنا بكابتر ده على ليه علاقة ان فيه ناس دلوقتي ما بقتش موجودة فخلاص انت بتكلمني على مصطوفة الشلبية وبتقولني على الهجوم اللي اتعرض له ماشي ليه لان اصلا ما كانش جاي لا لا مش وحش كان وحش اول لما جاي والله ما كان وحش لكن مصطوفة حسك جدا في الفترة سنة سنة بس بدليل ايه لما لعب وجاب جون في بيرامدس جي بعديها ماتشين ثلاثة ملعبهمش وبعد كده اتصف في التمريل هو كان بتهاجم يا ايزا كان بتهاجم انت فاهمي يعمس مع الكلام كانوا بيهتفوا ضدها كابتن رضا ليه ما هي المشرف اللي جاي اهدف علشان ده ما يلعبش لان هو ما كانش عايزه هو مصطوفة الشلب يجي ازاي هو وعمري فيه مصطوفة الشلبية كانندور الاول كان يعني سيئة كابتن رضا كان لها علاقة أداءه في الملعب الجمهور لما كان بيهتف ضده لأنه كان فترة من الفترات في الأول خالص كانت نعوى أصله أهلاوي وأصله مش عادي طب جبتوا ليه استانى بس استانى بس هو ما كانش في سراع خلينا نكمل كلامي بقى مش انت قلت سؤال ويسيبنا التالي لا امانا اقول انت بقى من هقولك ليه انت هتواجه في عيدة معينة كبتان لا مش هوجه في عيد أكسن بالله أبدا انا هقولك اللي حصل بما يرجى الله اه او الهام هو دلوقتي اي لعيب بيروح الاهل او الزمالك مش بيبقى عليه سراعة من ناديين طبعا طيب في لعيبة بتبقى زمالكوية بتروح تلعب في النادي الاهل صح وفي لعيبة اهلوية بتروح تلعب في نادي الزمالك المهم هنا ايه الفلوس صح صح اني اه مصطفى شنبي هروح النادي الاهلي حصل وفي كلام طيلا وقبد رغبة وكتب رغبة وقالك طبعا انا راح النادي الاهلي هم وبلعب في عمبي والنادي الاهلي بتكلم علي لما تيجي تقول لي انت ألاو اول الزمالكاوي هقولك ايه زمالكاوي فين بلو الرغبة ماشي انت دلوقتي كلموا عليك يا اسلام والنادي الاهلي تكلم عليه وانت هتمضي رغبة واخد بالك ويجي يقولولك انت اهلاو الا زمالكاوي والاهلي اللي بيكلمك الزمالك بقدش يتعرف صح هتول انك اهلاو صح صح عشان تمشي الصفق عشان ان انا هلعب للنادي الاهلي صح ولو كنت راح الزمالك زي مروان حاطية ما قال ان انا زمالكاوي لما قابل الزمالك بتكلم عليه واخد بال حضرتك صح انت ما تقولش اهلاوي زمالكاوي بس الرحمة هنا بقى غصب عن فريرا والمشرف العام ازمع الكلام بقى اللي انا بقولك ايه الصح ميش فطبعا عشان ما يلعبهوش رابو حتة ان هو اهلاوي ماذا طبيعي مين اللي جاب هو كابتر رضا اه رئيس النالي بالزبط كده غصب عن مين باشا غصب عن ليه التلت صفقات اللي جون في الاخر مرتضى منصور اللي جايب ليه لاني طبعا هو عايز يوري الجمهير الزمالك ان انا خدته واحد كالراح الاهلي ماشا ولو عمل كده ما فيش مانع يعني يتحسن ايوه ما هو جاء على رغبة مين اللي مش عايزه المشرف العام والمشرف العام كان ساعتها اسمعني بس والله العظيم كلام ويبع اي حد يكدبنها ماشا ما بقول لك شو انت غلط واخد بالك وطبعا ساعتها الراجل اللي كان موجود كان عنده زهايمر فالراجل كان مأثر عليه قلبا مقالبا اللي هو افريرة واخد بالك يقول له ده يلعب ده يلعب او مايلعبش او يستبع الده يا راجل ده اسامة نبي يوسف اسامة نبيه جايب جنين في الوقت بدل الضايق وييجي بعد كده باوامر ده مايلعبش ويجيب يحصل مع لعبة تانية ومحمد عود من ضمنهم ولعبة تانية طيب يعني مش مختلف معك فطبعا جي مصطفى شلا بيجي النادي الزمالك فانترامى في الارضيان هو اهلاوي بعد كده غير ان اهلاوي بقى ده مستوى وحش مستوى وحش ازاي وانت بتلاعب ساعتها بيرامنز اللي هو اقوى كان ساعتها في الوقت ده اقوى من الاهل والزمالك والراجل بيكسبك وبيجيب لك جول ويشده بين الطايمين تكر المطي ده كويس ويخرج الراجل لكان مصاب ولا كان في حاجة يعني انت شايف ان مصطفى شلبي لما كان بيظهر بمستوى وحش كان بيتعرض قبل ده قبل وهو ولما كانت الجماهير بتهتب ضده يا عم اسمعني ده الجماهير وهو نازل الملعب عشان يسخن قابل بقى كمية من السباب بس هو اكبر الناس كلها على احترامه عشان هو ايه والناس كلها باقي بتشيك بيه انتانا بس انتانا بس عشان هو لعيب كورة اه هو لعيب كورة وفرض نفسه على المدرب رقم واحد والمشرف لا رقم واحد المشرف لا هو على الجمهور لا المشرف لا والمدرب اسمع الكلام وبعد كده الجماهير لا الجماهير الاول اسمعني لان الجماهير مش هتقدر الجماهير بعد كده تحجمه لا بالمستوى اللي كان بيظهر به هو بس حظه سيء في الاصابة لا هو لما فرض نفسه بيقولك ليه لان بقى يتحط اساسي غزبا عن الاتنين المشرف والمدرب اثبت للجمهور انه هو لعيب مختلف تماما ولعيب بعد التغييرات دي بقى الزمالك هل انت لسه عند كلامك ان الزمالك هيواجه موسم كارثي لسه عند كلامك ايوه وانا بقولك اهو وكلامك هتحسب عليه مش هخش المربع الزهب الزمالك اه ولو الزمالك يعني كلمة المربع الزهب دي يعني برضو كبير على ان انت زمالك انا جيت مرة وقلت حاجة وقلت غلط وانت عمل انت عملت صفقات ماشي عملت الصفقات عشان تقول ان فيه امن سمه سم طويلة يا حبيبي اللعبة اللي موجودة اكسم باللما تكسب دورة رمضانية كابتنا يا اسلام الصفقات اللي موجودة دي ما هي الصفقات هل انت متفق مع رضو عبد العال ان الزمالك مش هيدخل المربع الزهبي السنة الجاية في ظل اللي 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 الل المصري. ده زد يا راجل جايبين ستاشر لعيب او ستاشر لعيب. فانت النهاردة اللعيبة اللي كانت موجودة دي ما عملتش حالك. ما انا بولك. فاللا. 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 انت عندك الكيد مقفول. اه. انت مش هددك بتجيب لعيبة. ايوه احنا رب يا فميل لا. ايوه انت داخل على موسم كاريس اهو. اهو انا دلوقتي دلوقتي يا اسلام. احنا السنة اللي فاتت لما الزمالك كان واخد البطولة بلعيبة شباب ونشئين. وكان يعني كم لعيب كده وقفين على رجلهم من اللعيبة كبيرة. شكبالة على زيزو على. وكمعهم من شرقي. لا لا. يا جانع ما كانش كوي. واخد دلت. هي كان الجماهير. ايوه. مس هو كان بيعرف يلعب اللعيبة. يا عم بيلعب ايه. ماشي هو لو ما عندهش فتر. والله كان بيلعب. بص يا كبت انت كنت مدير فني وعارف. لما يكون عندك. طب اللعيبة دي. انت لما يكون. بس اللعيبة دي ما العباش دي. انا لما كنت مدير فني وعندي اخطاء الدفاع بقدر اوقف بحاول اوجد حلول ان انا ممكن العب بتلاتة اوقف حدد فندر سابت. هو الراجل ده كان بيعمل كده. كان بيتسب بزيزو بيتسب ببنشاهد. لا يا حبيبي. لا يا كابتن. لا يا حبيبي. ده اللي كاسبه. اللي كاسبه في فترة. يعني انا لما يكون عنده مدير فني يا كابتن عنده زهايمر ويجيب له بطولاتي يا باشا ده انا ارفع له تعزيم سلاب. ما انت حضر. ما ضيع البطولات. يا كابتن ضيع بطولات. ما هو النادي الاهلي. سنع عشان ما تخبطش. عشان ما تخبطش في الكلام. صلع النبي. صلع النبي. احنا بنالك. بريرة مشي بعد ايه. بعد خساري كامبوت ولا. عشان مش راضي عالصفاقات اللي جدت. لا سيبك بخلاها ما هو لاعج. لا اسمع. ومشي ورجع مع ده كانت. لا لا سيبك من ماشي ورجعه. ما هو مشي ورجع عشان المشرف مش داخل النادي ايه لما ده يجي بعد ما قرار مجلس ادارة خده اه انه هو الراجل اه اقالة الراجل والكلام ده. رجع الراجل لو المشرف قال لك مش داخل النادي اما ابو قال له لا ارجع تاني وهنرجع لك ده. رجع. طبيعي في اي ادارة. في الاهلي في ايه. لا 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 معلش. انت خدت قرار مجلس ادارة اسلام. لا يا حبيبي. يا حبيبي. يا حبيبي انت خدت قرار مجلس ادارة بقتلته. انت ضربت بالتسع. ما تسأل نائب سليمان وهدان ما قال لك كنا بناخد القرار ويجي يتراجع فيه وبعد كده القرار بتاع هو اللي بيمشي. واحنا مش راضيين عليه وقال فلان وفلان وفلان ما بيبقى بيبقى. خلينا دايما نبوصل. خلاص هنبوصل ادارة. هنبوصل ادارة بس انا هرد على. خلي بالك اللي بناخر نادز زمالك فترة من الفترات هي فكرة ان اه لا ده ممضوع عباس عمل. لا مش احنا اللي عملناها. ده الحجة بصر. طب اقول لك على حاجة اقول لك على حاجة. طب ماليشاس كمال شعب. استانة بس. طيلي عمبارة. لا اسمع بس طيلي عمبارة. واقال لك الحجز من واحد خمسة متان. على فكرة الخبر ده قديم جدا. ايوة طيب على ازا ما هي حجة بقى. ان الدرائب هي اللي كانت حجزة وان مجلس الادارة السابق هو اللي كانت. بتجيب بقى اسم الراجل الثاني بايه? والورق ما هو موجود. على ما ليش علاقة بقى ميني ولا مش انا بتكلم. انا بتكلم في الكورة. طيب صلى على. انا بتكلم انا بتكلم. قابلك. انت دلوقتي. الحجز ده بتاع الاستاذ موضوع بس من سنة كام. ياه كتر رضا. من سنة كام بس. انا بتكلم. ما اتدفعش ليه وانت تدفع حاجة من جيبك. انا بتكلم عشان افوق. طيب كتر رضا. عشان يتفكيلي القيد وعشان ان انا هو الانت انت دخلك السنة اللي فاتت اكتر من مليار وشوية. ما دفعتش ليه الخمسين مليون وخلصت. وخلصت نفسي من القصة دي. انا ما هي عند. انا مش عايز واخد ولا جنيه طول ما انا موجود. بقى مين اللي بيخسر في الاخر. ما شوه ده بصح يعني. طب. وما وضعش كبالة. ده موضعش كبالة ده كارثة. ان الراجل بيتخسم منه. والفلوس ما تسجده. حلينا نشوف اللاجنة الموقعة يا هتطلع ايه الفترة اللي جايه. لا ده انا اقول لك عشان بس. يشتغلوا على نور. بعد رفع الاقاف لا يشتغلوا على نور اه اهم حاجة يفكروا في رفع الاقاف عن الصفحة منين بقى ده بقى اي طريقة بقى لا يا حبيبي انا بقولك انا بقولك ان فيه تحركات وفيه جلسات حصلت من رجال زمل كوية اسمعني بس انا دلوقتي النادي في مشكلة فكرة بقى حل المشاكل دي هتبقى دي مش مشكلة لك نادي دي مشكلة المجلس بقى سيدك مين الفلوس احنا دلوقتي الدولارات اللي دخلت دي نشوفها فين عشان نحل مشكلة دي مش مشكلة لا مشكلتنا احنا احنا مش جاها رقبية دي مشكلة اللاجنة فيه رجال اعمال زمل كابتر رضا الزمالك محتاج الى التكاتف من كل الناس رجال الاعمال انا بجيب عليك بقى من الاخر رجال الاعمال اللي كانت بتقول احنا ما بندخلش نادي الزمالك علشان حد معين الحد ده مش فوق ده مش حد فانا سوال لا انا لو رجل اعمال مش حد عن السبب خلاص بس فانشوف بقى ان الحجة بسردة الحجة خلصة فبالتالي يشوف بقى اللي بيحب نادي الزمالك زي رجال الاعمال الاهلوية هشوف الاول اللي ببراعه للنادي الاهلي ده هيتم ولا لأ دي مسئولية رجال الاعمال دلوقتي زمل كابتر؟ لا 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 انت بتتكلم غلط انت بتتكلم غلط انا بقى لك فيه جلسات خاصة لتكابت الرضا من ناس محترمة جدا ماشي بس انا اشوف اشوف التمانية مليون دولار 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 اتراح اقوم اسمع ناس عشان احط عشان انا كراجل اعمال لأ اسيبك من الوقت انتكون مرة تاخد يا فدوقة خبتنا بالدهب خلي بالك افضل يا حبيبي ماشي مش كلام مش لا بص بحضة كلنا هنروح نادي الزمالك لانا هاتفع جنيه ولا بتاكدير مش معني بس هي المشكلة دلوقتي المشكلة دلوقتي كبيرة يا با اسمع الكلام ما انا بقول لك او عشان نجم ورمز انا هقول لك بما يرد الله شوف الفلوس دي راحت فين عشان تعمل يا كابت الرضا بس لأ عشان رجال الاعمال تبدأ تتبرع على الفلوس المجهودة عشان نسدد نرفع الفلوس بتاعة القيد لأ اللي يقول لي كم سنة ندفع فلوس الاتحاد الكرة مش هقول لك سيب اللاعبة دلوقتي سيب اللاعبة دلوقتي بس انت دلوقتي لازم تفوق القيد وتدفع فلوس الاتحاد الكرة والاتحاد الدولي وبعد كده ادفع بعد كده بقى العمال والموظفين اللي ما لهمش زنب طبا وقت بالك لان احنا ما سمعناش في اي نادي ان العمال ده بتبقى يعني وقت شهر ولا شهرين في السنة انما غير كده مش دلت شهور كابتن رضا خلينا نروح لنبر وان من كابتن ابو داب افضل صفقة في الانتقالات حتى الان محمد رضا بوبو بيرامدز باهل محمدي المصري امام عشور الاهلي كابتن رضا اما المباراة تبدأ ونشوفه لا يعني على ضوء الموسم اللي فاتل لا ما ليش دعو الموسم اللي فاتل انه كل واحد كل واحد روح نابية انت حارب لو هتقول لي فيوتشار او الاسماعيلي او الزمالك هقولك مثلا باهر المحمدي انما دلوقتي هو رايح نادي جديد بمدرب جديد بلعبة جديدة فما نعرفش مستويب ايه فانت هتقولي هقولك بعد خمس ست مطشاط اقولك التلاتة من احسن صفقة مدرب تتوقع تقلق الموسم اللي جاي احمد عبدالرقوف من السلاسة الصاعد مجدي عبدالعاطي زد على عبدالعالي الجونة كابتر رضا علي ما لا من السلاسة الصاعد ما شفتهمش السلاسة الصاعد يا حبيبي كابتن علاء موجود لا يعني من الفرق الصعضة ماشي بس برضو برضو هيتوقف على الفرق اللي معاه والكوالت اللي معاه كابتن ابود ده يا حمد عبدالرقوف افضل لعب للاهلي والاسماعيل يا كابتر رضا سامعوا ببركاته احمد فاتح ببركاته ببركاته لعب خسر كثيرا برحيلة عن الاهلي حسام عشور أسام الحضري رمضان صبحي كابتر رضا ثلاثة اختر واحد ثلاثة اختر واحد بص اصحا لو اخترنا واحد بقى سكل واحد يعني الثلاثة مجنى عليهم لا بس اخلي بالا لا خسر من رحيله من الاهلي مش مجنى عليهم يعني هو اللي خسر مش مجنى عليهم ولا واحد خسر اختر واحد بقى اللي اكتر يعني اللي ممكن يكون خسر او عانى شوية رمضان كابتر رمضان رمضان يا اسلام لاعب لم تتأثر نجوميته بالرحيل عن الاهلي حسام عبدالله جمال عبد الحديد كابتر رضا حسام حسام افضل لاعب في التسعينات خارج القطبين انا اقولت طبع انت هتختار مين ابو جريش انا اقولت انت هتختار الكاس كابتن ابو الده الكاس افضل لاعب وسط مجد عبدالغاني حسام عبدالرب اسماعيل يوسف كابتن رضا اسماعيل كابتن ابو الده كابتن مجد مين كابتن مجد كابتن مجد عبدالغاني انا متفق معك لا انا لعبت جنب اسماعيل وكابتل ماجي انا اللي كان بريحك مجد عبغاني كان مشكلته انه هو عايز يعمل سروه ويشوف ويرقص ماشي بقى كان بقى بيلغيك بقى انت حتى دي ببصى على مصلحتك يعني اسماعيل عشان كان بيريحك ايوة عشان بيطع ويسلم انا ما شفت ازاي مجد عبدالغاني في الكورة وربنا لو لعبت جنب لقدت تزهر هايز اقول لك هادي خشب كربراح باشكرك كابتل الرضا بواسنة كابتل امتدهم باشكرك هادي خشب احنا بتكلم على التلاتة اللي موجودين فاجل لما هادي خشب حب يعمل فيه اه طيب تواصلنا مع مسؤول سابق كان في نادي الزمالك بشأن ما تردت عن اختفاء عقد امام عشور قال ان عقد امام عشور فيه نسخة في اتحاد الكورة ونسخة مسلمة في وزارة الرياضة اه وفي نسخة اه موجودة بقى في النادي وبالتالي اه ده كان الرد من الناحة التانية بالتالي اه ده فيما يخص الرد على اه ما تردت خلال الساعات الماضية عن اختفاء عقد امام عشور خلينا برضو هنتابع وتواصلنا كمان مع اللقاء حسن موسى اه رئيس اللجنة المؤقتة لكن اه ما دخلش الاسباب شخصية خلينا هنتواصل وممكن هنعرف كمان مزيد من التفاصيل حول ما تردد عن اختفاء عقد امام عشور داخل نادي الزمالك بكرة حلقة مهمة جدا معضيف ونجم كبير جدا في تدريب حراسة المرمى واحد من العلامات البارزة جدا في تدريب حراسة المرمى في البريمو تصبحوا على خير